في شغلة مهمة. احنا ما لجأنا الى اسلوب منافزيننا. اسلوب منافزيننا الاولد سكول. رفع السعر. احنا ما سوينا احنا نفس طويل. احنا نروح حق الناس نقول لهم احنا احسن من غيرنا. احنا احنا صغيرة. احنا عمارتنا صغيرة اللي قلت تعال معهم شياب. فمستقبلك معي احسن. احنا نعطيك سعرك العادل. وحقول لنا وراك استمرارية. لكن اذا ما عطيك سعر عادل اخسر اطلع احنا دائما اقول دولارنا احنا كويت دولارنا اقوى من اي دولار. يقول لك شلون? اقول لنا دولار ما يندفع بسرعة. انا ما الوع شب دلج ادامي. فالما تدفع بسرعة في سوق المال في سوق العمال. اه لما تدفع بسرعة وحتى قبل الانتايم. الناس تكلها تشتغل معك. الاجل قم بلا موقوته حق اي احد. لان اليوم انت قد تضعف من ملاعات المالية. اتضعف من قوة شرعة. عارق اعطيه كاش. مساء كمارا ابو الخير. اليوم حلقة عجيبة مع ابو فهد حشام الغانم. نائب رئيس مجلس ادارة الشركة السينما الكويتية الوطنية سينسكيب. وتكلمنا اليوم عن فكرة التفاوض. وهو يعني كان دبلوماسي. في السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية. بعدين انتقل الى الاستثمار. لفترة بسيطة. بعدين داش واسس سينسكيب. ولا كان جزء من تأسيس يعني اعادة تأسيس. نقول سينسكيب حقوب ما استحوذوا عليها. وبعدين داش وفي فكرة شراء وبيع الافلام لفترة طويلة. وليل يوم هو يتفاوض على بيع والشراء الافلام وتوزيعها. فعنده خبرة كبيرة في موضوع التفاوض. وفن التفاوض هو ما شاء الله عليه. أنا شخصيتها بروحها تعكس جزء كبير من فكرته وهو. ونقول استراتيجيته وطريقته في التفاوض. لذلك اتمنى لكم متابعة ومتعة معاكم في عقل وهذا بودكاست بدون ورقة. حياك الله ابو فهد. حياك. نسجل المقدمة. اول شيء. فننديش على طول من غير مقدمة. راح تكم اليوم الخميس وحنا لا شغلة ولا عملة. والشالة يراح علينا. الشوما راح تشالة. يقول بخير يروح الشالة ويخليننا. والله والدي لي ردني. قابل حكوياه كان يقول لي ما تروح تقال اندي. قلت لا لا بروح. لا تروح ما تروح. كان يغديني بثري سيكستي. وظلت ان يخلاني. يوم مساعة قبل. توني بقوم حق الصلاة. ولا رميندر. ولا تعال مقابلة يوم ساعة سبعة. قلت الحمد لله. لا نحط لي رميندر. لا خلال شيء. حتى وانا اكلمك بفاهد بالتليفون. لاحظت ان ما عدد انت ملاحظة الشيء. في اشياء انا شفتها وياك في التعامل. ما شفتها مع غيرك. اللي هي فكرة انه لما كلمتك قلت لي حط لي يومين. اللي ناسبونك. حطيتك اليومين. قلت لي اخر شي قبل اتسكر التليفون. قلت لي كلمة اتفاقنا. وسكرنا التليفون بعد ازيت لي مسيج. صح. اتأكد الوقت. صح. انا ليش اكتمك لي. ادزها على طول على مكتبي. عسكتيره. عدل. فهي ازا الله خير حطت لي اياه في الكلندر. وهذا انا قاعد اسؤالي في يوم نيرا وحنا نحضر حق الحلقة. بما ان انت عندك خبرة طويلة في العمل فيه. يعني جزء كبير من فيه تفاوض. اريدنا نستفيد من هذه الخبرة وهذه المعرفة. فبس قبل لانديش. انا اللي فهمتها انه قبل انت كنت دبلوماسي. وانت تخرجت في العلوم السياسية. صح. من جامعة الكويت. بعد الشيطة وزارة الخارجية. وبعدين هذا كان طموحك وحلمك يعني يعني. يعني من انت صغير حتى بدين فيلك مقابلات. قلت حتى والدتك وزوجتك. وانت هذا كنت شيء انت تبيه. صح. انك تحول من السلك الدبلوماسي والخارجية. قلاص صعب. الى صناعة مختلفة. شيء بالنسبة لي يعني. قلاص صعب صعب وغير مجرى حياتي. ايه فش اللي يخلاك اوش يدش. طبعا اه بس اضيف لك شغل ان اه الجامعة دخلتها اول شيء كنت دخلت الجامعة الاردنية في عمان. قبل الغزو. الى الغزو. ايه. بعد الغزو رجعنا فكملت جامعة الكويت. صح. ايه بس المشكلة بجامعة الكويت. اضطريت ان ابدأ من الزيرو. لان ما قبلوا موادنا. لما جينا. عدل. اه بذاك الوقت. اه بالاخير اقبلوا مادة ومادتين فبدأنا هناك في الاردن كنت باقي لكورسين وخلص. اه خانص يرني. ايه فبدأت من مرة ثانية من هذا. وها. وجامت الكويت لما عرفت ان بالكورس الثاني ان ما قبلوا موادنا. زعلت جدا. فانسحبت من الكورس. فقعت اول كورس وانسحبت من الثاني. ولا اخدت لصيفي الاول ولا صيفي ثاني. زعلان. زعلان. بعدين شان اولا حق نفسي. شقد اخربط هذا مستقبل. شان ادوس على نفسي دوس. شان خلص بثلاث سين ونص بس بتأخر. يعني خلص بوية ربعي. معني انا طايف كورس وصيفيا. بس دست على نفسي. يعني زدت من المواد وخدت موضع جد وخدت صيفي بصيفي. تخرجت بوية ربعي. بس المعلومات تعتقد انت يعني فادتك زيادة بجامعة الكويت ولا نفس الشيء. لا هذا الشيء وهذا الشيء. لكن ما في شك انه في مواد بجامعة الكويت فادتني جدا. وما زلت الى اليوم هذا. تعال الفكرة. اذا كنت تكلم عن تفاوض. انا دكتور عبدالله الشاي جي واحد من دكاتريتي. وأعتقد كنت ايوم الايام صديق. لان فعلا دخلني في مرحلة الصداقة. لكن الايام فرقتنا بعد الخارجية وغيرها. دكتور عبدالله كان عند كورس ممتاز عن سياسة امريكا. حكومة سياسات امريكا. وفيها كان تفاوض. وكان في عنده السيميليتد جيم. هو من اسس السيميليتد جيم كان في جامعة الكويت. كنت انا واحد بنانجب تلاميذه وطلابه في موضوع السيميليتد جيم. كنت نقلد شخصيات. انا اذكرني قلت مرة الملك حسين. في ظل التوجه يعني اللي ضد الدول الضدها كلام كنت نسميها الاردن وغيرها. فكنت اناسك شخصية جدلية. لازم ادافع عنها جدام الطالبة والموجودين. والشخصية الثانية كان آآ 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 روس بيروة اثنك اسمها. اللي هو مرشح للرئاسة الامريكية آآ آآ يام بوش. عالي. وآآ كان مليونير يبينزل نفس الانتخابات وما عنده غير آآ آآ فلوسة اللي هذا فشون تقنع الناس. وكان يذكر الله يذكره بالخير دكتور محمد صباح السالم. كان دكتور اقتصاد في جامعة الكويت. واحد من الحضور وحاول انه يحرجني بسئلته. آآ وطبعا بالفذل لك. خانتقول ان حاولت اتهرب من اجوبتال انه في آآ حاول يحرجني بسؤال آآ لم يحن يذكره شنو هو. وانا جاوبت كان يقول لي آآ ما هو رأيك في معاهدة ماسترخت. وانا ماسترخت هذا ما سمعت فيها الا يوم قالها. فقلت لأنا آآ دكتور اذا تعتقد انك انت رعا تحرجني بسؤال فانت. اما لي جاوب جاوب. انا اي شي في مصلحة الولايات المتحدة الامريكية انا معها ولي ضدها انا ضدها شكرا لبعده. فقال يضحك اي 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 اه اي اه 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 رف انك متواهق. اه رف انك متواهق اه اي اه طبعا لي شكلت. بس هذي من الامور باستفاعت منها اثناء. ااا اي اه اه اعرفت انك كانت يعني جيدة. هذي ما انا زلت اذكرها. واذكر شخصيات لمفتتها وكنت طيب مثلا يوم الملكة حسين الله يرحم كنت لابس بدلة وقتروه وتشمغ نفسها اي وكان رأس صاحبنا راح الذكرس من حين مرشح رأسه قصير شايب شوية كنت لابس بدلة وانا حاضر نفسها وكنت يا ابو ياي الدولارات فكنت اسوي حق اللي هذا شنة برشية اسوي كيديه فكنت مستمتع انت اصلا جدا 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 زي ما انت خرجت قاعدت السنة عقب التخرج وده الشيء أنا اللي فهمته ونحن نسولف معك وده الشيء في كورس في فرنسا صحيح؟ في أنسي نعم بس حق المستمعين وانت تسولف معي ستة شهور ستة شهور تقريبا يعني كان فكرة أن أنا بدخل في وزارة الخارجية والخارجية بذيك سنة يعني بعد التخرج قررت في وزارة الخارجية لأول مرة في تاريخها ما تقبل دفعة جديدة نوع من عادة تنظيم وغيرها في الوزارة فكان بالنسبة لي يعني خبر كالصاعقة يعني بس لكن حاولت أستغل هذه الفرصة في أن قلت طيب خلني أنا مهاراتي في أني أنا حاول أتعلم فرنسي مثلا كنت طول عمري حلمين أتكلم أو أتعلم من اللغة الفرنسية في بالي أني أروح منطقة ما فيها عرب عشان لا يحتك في العرب وأننا حاولنا قدر أتكلم كثير ما أقدر وأن هذا وأنك زيره نهائيا فرنسي صح ما عندي أي بارغروند فرنسي وغيرها فقد خنا حاولنا بما عندك وارث قطة في القبة عشان يتعلم سباحة نفس الشي صح فواحد من الأصدقاء نصحني في ذيك المنطقة ونصحني في يعني أكاديمية معينة وفعلا سجلت فيها وقعدت فيها ست شهور تقريبا وخلال ذيك الفترة حاولت كرياضة طفال مو ابتدائي فرنسي وأذكر أن كنت ذاك الوقت كنت حتى أكون يعني شحيح في أن يكلم والدي والدتي أطمنهم عني بالتلفون كنت أكتب ما زال رسائل ما كان عندنا يعني ذاك لك ببداية تسعينات ما كان في الموبايل بالطريقة اللي إحنا فيها اليوم صح فكنت أكتب رسائل وكنت أتكلم بتلفون مرة بالشهر بس مو أكثر من شي أحاول لقد اللي مكان ما تكلم عربي استفت عاد استفت جدا إلى غاية يومني تركت يومني تركت كنت أنا درجاتي ممتازة وعالية بس على طبعا على ابتدائي أوكي مشكلتك بالفرنسي وحال حال لغات كثيرة لكن الفرنسي التحليل أتوقع هو الممارسة أن كنت تتحاول أنه ما توقف أنا كتب اللي إيت فيها ما زالت على حطت إيدك مثل ما وصلت للأسف هذا كسل مني لكن لما كان في اختبار وزارة الخارجية ذاك الأيام أو كان في جزء بسيط من الترجمة الفرنسي همنا أيضا شاركت فيه وكنت يبت علامة جيدة ما هي شيئنا بذاك الوقت لكن للأسف شديد وألوم نفسي وكل يوم ألوم نفسي وحاولنا أتفادى هذا الشيء مع أولادي حاولتنا أدرسهم فرنسي ونوعا ما مستوها مبطل جيد بدورة تفاوض دورة تفاوض هذه طبعا كان على هامش دورة اللغة كان كنا نقتلك من شوي لكن أقتصر الموضوع لأخوة المستمع مشاهدين أنه كان فيه اختبارات نحن الأكاديمية اللغة أنه فيه جامعة ليون في فرنسا فحنا كنا قاعد ننتظر فالتدريب فيه إعلانات ومعلقات في الجامعة وغيرها ففيه بوستر محطوط بالفرنسي فستعنت بصديق قلت له شو المكتوب عجبني البوستر كان لي فيه دورة لفن المفاوضات ون أو ون يعني أول لفل فقلت له ممتاز هذي شلون متى وقال يترجم لي وهذا بس قال لي هذي فيه مشكلة المشكلة أن ما يدخلونها إلا ناس يكونون وظيفيا يعني 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 يكون منتزم وزارة الخارجية دولماسي أو في الرويال كورت اللي يكون في الدواوين الملكية والأميرية في العالم أو في الرئاسات الجمهورية في المكاتب هذه ناس يكون الدماسيين أو سياسيين هذه وظيفتهم عدل أنا كنت طالب ومتخرج توني ما عندي وهذا لكن تعرف مرات شطانة فيدي إذا كانت إيجابية فقدرت نتحايل على هذا الشي وأن أقنعهم بأن أدخل هذه الدورة وفعلا دخلت هذه الدورة كان أسبوعين وأسبوع إضافي فسابع ف الدورة لا تتوقع أن والحظ الذي خدمني أن البروفيسور الذي كان يأخذ الدورة دائما فكر out of the box مثل ما يقولون كان دائما غريب الأطوار مثل ما نسميه ذلك السنة سوى شي الجامعة كانت متخوفة بأن تقبل اختبارات بهذا الأسلوب والاختبار هو أن يسوي مثل سيناريو سيناريو أن فعلي تتفاوض في أن تحصل على شيء معين هذا تحان وكان على كل الدورة كنا أذكر بحدود 35-37 نفر أنا كان في من قطر كان في السعودية العرب من الأردن أذكر كان في من مصر من ديواني الرئاسة أذكر وطبعا في أفارقة دماسيين وفي أوروبيين كان في من هولندا أذكر من الريل كورت أذكر من إنجلترا من وزارة الخارجية ومن سويسرا أيضا فكان فصار الاختبار وان وان فكان كلنا بقت واحد كلنا في طاولة صغيرة مربعة وتتفاوض مع الجدامك على شيء معين حلو فمثلا يقول لك والله في هذا الكوب يحط لك بالنص والتفاوض على من يأخذ هذا الكوب والكوب يكون فيه مثلا ماي بتقدر أنك مثلا تأخذ نصها ربعة تأخذها كلها أنت وشطرتك عدل فشلون تتفاوض مع الجدامك طبعا هذا بعد آخر يوم في الدورة فكنا يعني كلنا كان نظري وكنا نتكلم عن الأسلوب وشلون فن الممكن وشلون فن الإقناع وحجم بلدك سواء كان صغير ولا كبير وإذا كان صغير شلون تقدر تكبر من إمكانياتك في التفاوض مع أنك أنت ما عندك لكن كان دائما يسميها اللي يسميها البوكر ستايل البوكر هو لعبة البوكر للقمار دائما تعتمد على البلوفينج تعتمد على الخداع بالشكل بالطارح وهذا ما رح أخذ الموضوع ملائكي لكن هناك نسبة من الكذب وللأسف شديد يستخدمون الساسة هذا الشي طبيعي لكن هذا جزء من الدورة هون تلك هنت أختار أنت ومبادئك ومدريستك 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 هذا موضوع ثاني أنا أذكر في فترة من فترات في وزارة الخارجية كان يدرسوننا في وزارة الخارجية الكويتية كان يقولون لنا إحنا ما نكذب لكن نخفي نص الحقيقة مصالحنا صحيح فما يصير كل شيء أنا أقوله وليس كل ما يعرف يقال فأذكر من الساعة ثتي من السفر التي تشرف بأنني تتلمث على إيدهم لو أنه كانت فترة بسيطة في وزارة الخارجية الكويتية من حياتي لكن أعتبرها أن هذه فترة التأسيس في شاب تخرج من الجامعة بحدود خمس سنوات قاعدت في وزارة الخارجية كانت محور تحول في حياتي إلى اليوم أنا قد أستفيد وتمتع فيه خمس سنوات لكن كانت مفعمة بالمعلومات والنشاط والخبرة أسست هالخمس سنوات كانت هي الأساس اللي انطلقت مننا بعد كنت تشرفت وش ما قلت ما ذكرت منه بشكل عام يعني كثير شا بديلك شا خليلك أنا توقعت أنه كان في شخص طبعا من الله يرحمه الشيخ صباح كان وزيرنا كان وزير خارجية نابريس وزير خارجية رحمة الله عليه كان السفير سليممات الشاهين هذا القام الكبير اللي واحد يدحني لا أنا تشرفت أني اشتغلت في مكتب الوكيل كان هو وكيلنا بعدين صار وزير الدولة الشؤون الخارجية عدل زاعة السفير محمد بول حسن أنا زاملت في نيويورك كنت تحت مضلت في الوفد الدائم في نيويورك ناهيك عن أيضا كفي مؤتمرات رؤساء البعثات الدمماسية كنت أنا مقرر واحد من هذه مقرر المؤتمر كان كلهم سفراء الوحيد الدمماسي الصغير كنت ملحق دمماسي وقتها أو سقطة الثالث حتى الصورة عندي صورة جماعية كل السفراء كل السفراء الكويتين في العالم وأنا نقطة قاعد فوق هذه هذه واحدة من الصور اللي أحبها لأن تعطيك أملك اللي يجي قدامك إنك تسغ واحد مثلهم كان يذكر نصايح عندما يمرون يسلمون علينا سفراتهم يعني ساعة سفير غازي الرئيس مثلا كان عنده كلمة لما كان يجينا يوم التأسيس وإحنا طلب أسف إحنا نتعينين فكان السفراء المخضرمين يعطونا محاضرات فكان يقول أنا ما عندي لكم إلا نصيحة واحدة بيورسلف كن نفسك لا تتصنع إذا تصنعت ستنكشف لكن إذا أنت على طبيعتك الناس ستقتنع فيك ستكون أقوى ضد ضد نحن في أنت كنت في الامتحان ما قلت لنا ما ستحدث ستكسر الامتحان يعني اختصارت حق الموضوع أنه كان صار حظي أنا مع واحد دومناسي أفريقي من كوت ديفوار ساحل العاج وكان الموضوع أنه في خطب النص وكان محضوط في كوب في ماء وكان المفاوضات وكان في كوبين فاضين واحد عنده واحد عندي والمفاوضات على هذا الكوب ولك حق أنك تنزل الربعة نص من الماء تعطيتها يأخذها كلها المهم هذه المفاوضات فاستمر في الوقت المحدد أنلمت مفتوح مفتوح قال البروفيسور أن أنا قاعد مهني لأندي أسبوع ما عندي شي يسوي فأنا قاعد لكم اللي خلص يبلغني وفي على كل طاولة في حكم محطوط شخص قاعد حط غير على غير ما سكورك وقلم وبس وروني يلا شو رح تأخذ ذلك فقال هذا زميلنا الأفريقي قال لي شايك عشان نختصر الموضوع شايك أنا وياك تخلص ونتفق قلت يلا أنا مستعد يقول لي نص بنص ونتخلص أنا قلت لا لا أنا بي كل قال شون كل قلت لأ بي محتاجة قال لي ليش شون محتاجة قلت لأ أنا لازم أثبت شي حق نفسي وأثبت شي أنا محتاجة شي بديغتي يعني يكون اختبار أني ناجح فيه فما أقدر نعطي شي قال لي ولا شي قلت لأ ولا شي قال خلص ما يعني أنت أعلنت الحرب على الدفاع قلت لأ لا حمامة سلام نحن بالخليج حمامة سلام لكن حاول نقنع أخونا في الدفاع خلنا نشوف فهو يتكلم في الفرنسي وي طاقت انجليزي أنا زين بالانجليزي ولا شي بالفرنسي يعني ولا ابتدائي فرنسي فكل ما حاول أن يتكلم معي بالفرنسي أحاول أن أغلس عليه في أن تكلم انجليزي أقول أريد كلمة فرنسي أني حافظها ما عندي غير هاي فحاول أن أرف إذا النقطة لكن إلى أن وصلت بدون مبالغة أربع ساعة للأربع وخمس قاعدين ولا كلمة يطلع لأني وطلعها يبتسمني ولا شي ولا شي افتحنا كل اللي تكلمنا خلال خمس ساعات يمكن أقل من خمس دقائق كل خاص ساكتين ساكتين ويبتسم ويطلع لأني وطلعها ولا كلمة وأنا طبعا نحن لابسين بدل وكرفتات وقاعدين وبس ولا كلمة بعد خمس ساعة للأربع تحديدا هو راح مرتين حشبني اسمع الحمام أنا ما تحركت المكاني كنت بنفجر بس حسيت انه افضل انه قاعد وهو راح مرتين حشبني اسمع الحمام وبعدين رجع الى ان بالثانية الاخيرة فتح الكرابة التو وفتح الازرار وسو هاتشي حسي يقول حكم وقفنا خلاص شكرا فلان ليش حسي يقول اول شي انت تحركت خمس ست مرات يمين ويسار وهذا نوع من يبين انك انت اضعف اثنين انت مرت يرحت الحمام وهذا بالتفاوض صعب انك تقدر المفاوض فرصة انه يرجع لحكومته انه يعيد نظره انه يفكر وتال المفروض انك تقطع هذا الشيء حتى لو انك مضطر خلي الجميع يقوم مو بس انت تقوم اجبر للجميع لن يقوم الاستراحة تكون استراحة للجميع هذه امور صغيرة اذكرك بشغلة في جدة في المفاوضة التي صارت بجدة قبل الغزو عسر الله لا يرد كان عزة الدوري اي وقال الوفد الكويتي ان ان انقوم كلنا نصلي فنفس الفكرة انت قلتها لا يريد احد يقعد ولا يعطي فرصة انه يراجع او غيرها وكذا ويمكن منطر انه يقضي حاجة او غيرها لكن ما اعطيه فرصة او غيرها طبعا هذا الكلام انا يعني هذا تعلمت ما ادي ما اعرف انا مو قادر انظر انا اقول لك شلي تلقيت اي اي انا بالنسبة لي وقتها بعض ان انا في اللعبة او بالامتحان هذا بس كان فرحي بان هذا الشيء تم من غير ما انا قصده انت رايح تدرس لغة لا لا انا اتكلم عن البرواضات نفسها اللي حصلت اني انا ما قمت اني انا ما اروح في المايت ما تحرك اني ما شلت وهو ما شاء الله عليه جسم وطول وهذا وانا ما زلت متروس ذاك الايام يعني ان ضايقتني الكرفت انا اشيلها هذا ما شلت ما تحرك فكنت مستانس انه اوكي يعني يعني الواحدي مننا اذا اي 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 شهد حيلة شوي فشهادة لدورة هذه انا قدمت وزارة الخارجية انه واحدة من المييت اقدم بعد سنة واحدة من شهادات اللي هذا عندي فرنسيا عندي فنتفاوض وانوان فكان شي جيد عندي داخل الخارجية عندي شي واذا شايت في حلمك في الخارجية اشتقلت لفترة خمس سنين في الخارجية صحي ووصلت حتى نيويورك عفوا في عضو في الوفد الدائم انا بديت في وزارة الخارجية في مكتب معالي وزارة الخارجية تلك الأيام ما كان نائب الوزارة كان اسمه وكيل وزارة الخارجية كان العم الله يذكر بالخير العم سليمان ماجيش شاهين الله يحفظ هذا المدرسة هذه القامة الدلماسية والسياسية لعم سليمان يعني شهتي في بجروح هذه من اكثر الحظوظ اللي يتني في العالم ان الله غزقني انه اكون معاه فترة وجيزة من خدمتي في الخارجية او في المكتب الوكيل اكون مع هذه القامة وكفرت مع موسكو والهلسينكي ولندن اه في زياراتها الرسمية وكنت في مكتبة مع زملائي وهذا لكن هذا من الايام اللي لا تنسى في حياتي اه وكانت اه يعني المكتب الوكيل في اي وزارة خصوصا في وزارة الخارجية هو مطبخ الوزارة عدل اكثر اه ادارة فيها الشغل من ناحية انه كل شيء يوصل لها من برها الوزارة من الاستفهارات أو من الوزارات أو من الاستفارات الداخلية في الكويد فكان كل شيء عندها ينصب وهي توزع المهام يمين يسار فكان وقتها مع الزملاء اللي سبقوني اللي علموني في المكتب الوكيل وبعدها انتقلت إلى الوافد الدائم نحن أول مرة كان دورة دورة المسيين المبتدئين كان ثلاث تشر مشاركة في الجمعية العامة للممتحدة وبعدها تم اختياري من قبل السفير الله يفكر بالخير محمد بن حسن بن مهند في أن ننضم إلى الوافد وكان قمة تحقيق الحلم في وقتها نيويورك وكانت لها دورة وبعدها صرت مشاركة في دورة العجيب وبعدين خلصت رديت لك حين ما فنت خلاص ماشي فيه سكة واضحة وقعد تمارس حلمك لا تنسى ذلك الوقت أن الكويت الوافد الدائم كان أحد أهم بحثات الكويت لأنه كان عندنا مع العراق صدام ما كان مازال موجود كان وقتها وكان عندنا موضوع الأسرة وكان الوافد الدائم كان شعلة نشاط كان محط أنظار كان سبوتلايت عليه من كل مكان في الكويت من القيادة السياسية إلى فكان شغل 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 ما فيه قشمارة ما فيه قشمارة يعني ما كان فيه ما كان دوام عادي ما كان تدخل كذا تطلع كذا كان على حسب المجلس الأمن والأمم المتحدة شنو عندها متين خلصون أنا أذكر كان عندنا مؤتمر نزع السلاح مؤتمر نزع السلاح كان رجعنا ثاني يوم الساعة ثمان الصبح من ثمان لي ثمان 24 ساعة أي لي ثاني يوم كملنا حتى كان عندهم تعبير أول مرة كنت أسمعه اسمه الرئيس يوقف الساعة يوقف ساعة كأنه وقف سزمن لأنه يقول لك القرار مؤتمر نزع السلاحة اللي تم بالسابق أنه خلال الفترة من تاريخ مثلا واحد اثنين إلى اثنين اثنين أو واحد اثنين فقط فأنت لازم تخلص في يوم واحد اثنين واحد فباير لكن ما خلصنا سهرة 12 من ليل ما خلصنا فيوقف ساعته إلى أن نتم تفاوضات المفاوضات ونخلص ونتصل فلما نوصل عند النهاية نقول الرئيس يرجع ساعته وننهيها على هذا الاساس هذه شغلات بك تارف كانت معكم عبدالله السفيرة نبيل الملة لاحكت عليها لا لاحكت عبدالله كان بعدي على أسف هي من زمان دماسية طبعا من القدامة ساعة السفيرة نبيل الملة لكن من القدامة لكن بعدين أنا سكنت من نفس الشقة اللي كان زاقنا فيها بعدين الله يذكره بالخير يدت من دوب داهم في الممتحدة بعد ما أنا تركت ثلاث اربع سنوات تقريبا ما الذي حدث بعدين كان شيء غريب يعني أنا مثل ما تفضلت انتكت أنا حقق حلمك أذو الماسي أمور طيبة متفوق زين أمور طيبة جدا وقد يعني تقاريري جيدة كسنويا وأمور طيبة كل شيء وعلاقتي مع الجميع من أحسن ما يكون إلى أن آآ جيت مرة في إجازة في شركة استثمارية طلبوا يقابلوني آآ كان آآ صديق عندي وآآ يعني واحد من أقرب أصدقائي قال لنا والله يا جماعي بنقابلوني كتعل قابلت الشركة فآآ قالوا لي بما معنا لماذا لا تتجمعنا يعني قلت له شونا شليان الخارجيان وين قال وقعد يقنعوني آآ مستقبلك شلون عيالك فالت طبعا ذاك الوقت ما اقتنعت رجعت نيويورك وكملت سنة ورجعت بعدها بسنة رجعت لكويت نفس الجماعة لكي يقابلوني مرة ثانية نفس الموضوع زاد الموضوع أكثر شوية الوضع صار شوية مقدع الكلام بعدين ثمان شهور بعد المقابلة الثانية ثمان شهور خلال ثمان شهور ترشول كتب عشان أقرأ الاستثمار أشوف كذا أنا ما عرف شي بالاستثمار نهايا لكن هم كان مو أنك كنت تبيع وتشتري أسهم يابوني كنت تكتب العميل هناك قاعدة تقول لك في فن التفاوض أن كل شي قابل للتفاوض نعم وأنت يوقع بلوك وتفاوضه معك أنا غير قابل للتفاوض كنت يعني بس لا بس اقتنحت أنت عادة لي صح أول شيء ما كنت قابل للتفاوض لكن تأكيد على كلامك صحيح أمي بليميا اللي أقولها صحيح بعدين لأ لما تغييرت الظروف وأنا كنت أفكر أكثر وأكثر وأكثر على الفكرة قراري أنا تم اتخاذ الساعة ثلاث فجرا وأنا نايم يعني قاعدت من النوم تريم مثل أنا قاعدت شدح شي قاعدني فكرت في غرف زقائق الله يفكر بالخير أمفهد قاعدتها قلت لها ببلغتش ترى أن أنا نوعية قاعدة مستقلتي ونهذا خير قلت لها والله أنا قاعدت شوف أن قرار تجهي القطاع الخاص أعتقد أن قرار جيد لمستقبلنا وجزاها الله خير من أول ثانية كانت داعمة يعني اللي تشوفها صح ونفكر فيها صح ودام من أنك الدمو مستعد ونتأخذ وقتك في التفكير الله يوفق فكان لما يتبلغت أن أنا في استقيل يعني ما حين مصدق أكيد لا من زملائي لا من الله يذكري بالخير بمهند ساعات السفير كان وقته كان في جاسته في إسبانيا حتى نتصل فين كيف ساير النهات قلت لهم أنا شايف كأنه أفضلي وفعلا قدم استقالت وأنا في نيويورك ورجعت لكويت والله يرحمه الشيخ صباح طلب يقابلني الله يرحمه وقابلت ثاني يوم وصولي لكويت وقابلت رحت للمكتب وسألني السالفة السالفة وجاوبته والله يرحمه رمض روح لي أنه أعطاني وقتها قال لي لك سنة من اليوم تحتفظ بجواز قدب ماسي والكسلة تفكر إذا شفت ترجع لنمرة ثانية اختار أي سفارة أو اختار أي دارة وهذا وعد مني قلت لها أعسى عمك طويل وما قصات طال عمرك وهذا شيء فوق ما استحق وهذا وكرمني بكتاب ما زال موجود عندي وأذكر في هذا الكتاب كان فيه عندنا زميل في مكتب الوزير سأتسلم عليهم ودعهم بعدما خلص من مقابلة شيخ صباح الله يحمى أبو خالد مرسو قال الله يحمى كان مسكتارية المكتب الشيخ صباح فقال لي صدق الشيخ تدخل في الكتاب بعدها هذا كتب تكون يعني بروتوكولية أكثر قال لي الشيخ تدخل في عبارة في جملة قال لي قال لي أنا قال لي إيه اللي أسلمك الكتاب هذا لبيدك قلت له شن العبارة يقول هذه يريتها أو مؤثرة شيخ كتب وأنه في الوقت الذي كنا نتمنى أن تستمر فيه خدمتك معنا إلا أن نزولا على رغبتك نقبل استغالتك ونقبلنا استغالتك ونقبلنا استغالتك ونزول على رغبتك أنت اللي طلبت هذه كانت مؤثرة أنا يومها يعني شوية بتدمع عيني لما قررت لما استلمت ما قررت بشي اسمعها شاهد تقدير ما قررت فيها يعني عارفة بس لما نبهني وما زالت اللغة في أهم مكان في البيت والمكتب وكل مكان السلام فدشت في عالم يديد عالم الاستثمار أنت الحين لم يدعش استثمار مو دعش التوزيع ولا شراء دخلت في عالم الاستثمار لأحكا رحفاجك ايه ايه انا 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 تركت كل حلمي ايه وكل ما كنت يعني انا كنت تعيش الحلم خل بالك في ناس تبي تحقق انا كنت عيشة انا حققت وقد عيشة وتركت كلها الى المجهول ايه ودخلت المجال الاستثمار في اه في اه ثلاثة تسعة الفين وواحد ثلاثة تسعة قبل ناين ايه بشوية بشوية يعني فترة هذي يعني انا قبل ناين لفن ترى بسبوعين ثلاثة يعني وصلت اليوم بعد ثلاثة يم تعينت على طول ثلاثين عشرة انا مقدم استغالتي من الشركة الشركة اللي اذهبت لها شم يعني بقى شهر وسبوعين قدم استغالتي ليش لان ما لقيت نفسي فيها المكان هذا مو انا وقدم استغالتي وما عندي وظيفة كان وقدا وعندي ولد وعندي اسرة وما عندي نية ان ارجع الخارجية ما كان نية لم يكن هذا بالي انا ببالي اني بطلع من المكان لاني لم يكن شيء الجماعة يريدون وهم يعطيني كل شيء بس ما اشوف نفسك فيه بالضبط مسخرين لكل شيء يعني تدلل عدل لكن لم يكن ارجع الصباح وعند نفسي ليس مال استثمار لا اعرف الجماعة من اكبر الشركات في الكويت ومن وقتها كان يشغل لهم بالبنان من يتعين في الشركة عدل وهم رغبانين فينا وانا كان مفوض لكون رئيس قسم من ثلاث يعني 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 قدمت استغالتي قدمت استغالتي وطلعت رأسا وطلعت رأسا وعتقد الراتب كان وقتها ما خلاني اطلع الا راتب نضحك على بعض انا كنت توني بادي حياتي ويعني راتب كان راتب مستشار وانا بالكويت عدل لكن قدمت استغالتي وطلعت من المكتب ورحت زرت على قولة فرافيق الدرب كان محمد جاسم برزوك كان يم المكتب الشركة اللي كنت فيها محتزورة يعني انها هذا فهذا سولف سولف شونك شخبارك ما قلت لاني استغالت محمد يمون علي فما لي خلق الني قادي يعني يلومني وغيرها ليش وانطر انشاء لقيت لك تفاجأت ان ابو جاسم الله يذكر رب الخير شان يقول لي يوم انك ودك انك تترك الخارجية ليش ما قلت لي قلت ليش اقول لك جماعتنا وربعنا والناس اللي عندهم يعني امكانيات وهذا اللي يكون معانا ويكبرون معانا وانا نوسع هذا ليش ها سوف ادور انا لبعيد فقلت لها اه اه انا ما عندي مانا قال لي شنو ما عندي مانا قلت لها انا اه يعني او جونيو بس حط لي شنو 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 اعطيني رقبي قال لي اعطيني يا انا موافقة قال لي انا ما عندي مانا بس عندي شرط قلت لك شنو شنو باتشر داوم باتشر داوم هذا شرط اللي وياك قلت لها هو ما يدي انا متخدم مساء ما يدري 13 ااسف اه كان 1 نوفمبر 2001 هل كانت صدفة ولا انت عرفت لا صدفة اوك انا اعتقد اه ما بينفهم غلط كلامي ما بينفهم غلط ابدا ان شاء الله لكن اه بني اتقى الله يجعل الله ما خرجها ويحزقهم نحي في العيات انا اعتقد ان انا حاولت ذاك اليوم ان اتقى الله في شيء واعتقد ان الله عوضني بدون لا فكر اعتقد ما بي ان احد يفسر كلامي اي شيء غلط ولا ان اتهم الشركة هايزة ما لي ابدا لهم فضل عليها لكن انا قلت انا من داخلي كان لي شيء من داخلي نوايا من داخلي اه اه سويتها اتقاها لله يعني كان اعتقد ان الله عوضني مضعف على طول بدون تفكير اي سلام ماركتنج كان شركة التمديل العقارية وكان ماركتنج كانت مديغ داعة التسويق عدل وظلي ثالث سنوات فيها كان عندنا منتجات عقارية نحاول نسوقها عندنا شغلات كثيرة يعني ما يسعى الوقت لكن بعدين الى الى بلفين وربعة قررت المجموعة الوليد الناشئة اللي قاد تكبر وكذا ان نستحوذ على الشركة السيلمة كنت يوضعية يعني كانت تابعة حق من وهي قبل هي شركة تابعة اسهم في السوق اسهم في السوق ايه في كبار ملاقف وكذا 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 قرروا جماعة انهم يشترون يعني مجموعة التمديل انها تستحوذ على اكبر شيرهولدر يكون اكبر شيرهولدر في شركة السيلمة ووكي تمام وهذا يعني تلفون في 13 4 2004 انا احفظت هذه لان هذه كانت مهمة مو مهمة بس هذه كانت نقلة نقلة في حياتي فكلمني ابو جاسم الله يفكر بالخير فقال لي هشام عندك ابو مرزوق ابو مرزوق الله يفكر بالخير اللي هو غيس بجدار شركة السيلمة اما تول استلمنا 5 اربعة استلمنا الشركة السيلمة فلما استلمها كرئيس كل السيلمة قديم فهي بأحد من ويام رابعنا ويام بالضبط وكان مفروض مكاني واحد من الزمل الله يفكر بالخير بجازة مسافر فقال لي مسك بس بجازة سبعين على ما يرجع من الجاس حسنا حق بجازة يفكر كلمتي توعدني ان ارجع مكاني ما تخلينا هناك ما انا بهني قال لي واعد مني بس يرجع هو ياخذ مكان كنت يرجع قال لي رحت عدل ما عارف شئ في شركة السينما كل من عارف شئ في شركة السينما إلا سينما بوب كورن وببسي هذه كل خبراتنا في السينما كان شئ كبير شركة عريقة ما كنت تعرف انها تاريخها ما كنت تعرف شنو هي تضح انها شركة عريقة شركة مفاصلة كبيرة وعندها تأس 54 وخمسين وفيها الكثير لكن فيها يعني تحتاج إعادة هيكلة وإعادة ترميم وإعادة جاية على مستقبل كبير وطموح فانت تحتاج ان يكون يعني عمل جبار وفيه challenge وفي هذا اللي يحركك انه فيه تحدي في الموضوع دخلت 13 أربعة بعدها ثلاث شهور كنت ترجى مجاسم أني ما بمشي أبقعد أبستمع وكنت تكلم مبعزول وكنت تكلم وكنت أسمح لي أنا أسف أنا أستمع لكن هذا عرض سينما أنت الانت داخل في السينما كسينما لا كنت مدير إدارة الإدارية والقانونية تخيل هذا كالوظيف حتى العلاقة البرامج مثلا كنت داخل إدارة الإدارة نبدأ نعدي الإدارة نبدأ نضبط نرطبها نضطها على نظام المجموعة نعيد ستركتر الناس تعودين على مدرسة معينة إدارية رح نحول إلى مدرسة هذا جوهر الشركة لو أني يغلط طبعا والشيء لابد أن ترتاح ماليا وإداريا بعدها تطور الشركة بعدها تطور وإداريا وماليا عندك بالضبط وليس مضبط حالك بيض اللويه والله يذكر بالخير بمحزوق كان واصل الليل بالنهار في تضبيط هذا الشكل لأنه يعترض أنه لم يكن فيه وقت يجب أنه بسرعة نعدل بسرعة يجب أن يتم هذا التنميه بسرعة عشان التطوير لأنها يأيين على بنيان يأيين على فتح مولات تذكر كم سينما كانت موجودة وقتها أذكرها أجوف أذكر أن السينما تستاندالون بلس الفنار ومدينة وشرق وليلة بعد فكانت مرينة موجودة مرينة كانت موجودة نعم لكن لياي أكبر احنا عارفين ميزة غابلنا الله يفكرهم بالخير يوفقهم أنه كان عندهم فيجن فعارفين أن مرينة عندنا 360i ليش 360i؟ لأنه أرض شركة السيلمة وهذه السيارات كانت فكان نبي نطورها نعم فكان نبي نطورها فكان عندنا فيجن عارفين أننا نطور بشير مول والمول هذا داخل السينمات فيتماشى مع المشروع الأكبر اللي أنتم تحاولون تقومون بالضبط لأن التمدية بالأخير شركة عقارية استحوذت على شركة السينما كان موضوع العقار بعدين تطور الموضوع إلا أننا عرفنا النوهاو وشوم إدارة السينما فكملنا وقمنا صار أهل الاستثمار باستثماراتهم وأهل السينما بسينماتهم عدل لما تعطي الخباز خبزة يبدع في شغلة عدل وصلنا إلى مرحلة إن كل واحد يأخذ الشغلة هذه مرحلة أخذت سنين مو بيوم وليلة في البداية كان في تداخل طبعا في تداخل طبعا في الداخل يعني الله يذكره بالخير والطبيعي إنه في تداخل طبعا أنت قاعد تأسس شركة جديدة إلى خير بس الناس الحين لما يأسس شركة صغيرة بوفهد يقول أنت هذه مهامك وأنت هذه مهامك من الغلط أنا أمنيرا نسوي كل شيء كان في البدايات من الغلط أنا من الآن عندي عرف لما تسمع بالعيدي أنه هو تيم ووك هذا لا هذا صج أنت فعلا يريد تيم ووك أنت لازم أنا أفهم شغلك وأن لازم تفهم شغلي عشان لو أحد فينا يريد يسد على الثاني اثنين أنت عندك وجهة نظرة قد تكون خاطئة وأنا عندك وجهة نظرة قد تكون سليمة في مجالك ويصير في تباتل على أقل النقاش نعم أنا أقول لك أن الله يذكرا بالخير عبد ورهاب مرزوق أنا أذكر وائد لأنه كان هو أس هو يعني بثرة هو دينمو التغيير ودينمو التأسيس في شركة سينما الله يذكرا بالخير ومرزوق مرزوق كان ينزل بإيده وأنا وياها أذكرها وأشوفها بعيني وكنت وقتها تعجب يعني ريال مالك رئيس في الشركة يحط يشمر ذراعة ويطبخ ببكورن طيب تطبخ ببكورن شو له لكي نقول عشان أعرف أنا وفعلا أعرف نسبة الطبخة الواحدة بالببكورن شني شكثر زيت وشكثر ملح وشكثر سيدز والكرامل شكثر لما ينا طبخنا بيدنا عرفنا أن اللي كان ماسك هذا الشيء قبل كان يأكلنا قاتل يعني مثلا كان مفروض تضع قلاس واحد مثلا في الكرامل تضع ثلاثة وربعة لماذا لأنه لي يبيع لنا الشكر فهمتني والملح نفس الشيء فأنت لو ما تدخل بيدك ما تعرف فبعدك من نتكلم ونأخذ قرار ونأخذ قرار ونأخذ قرار نظري أول واحد يقترح علي من منظفين وأنا أقول لا وانا ما أدري عدل ننزل كان يشجعنا نزلو بنفسكم روحوا وطلوا عليهم طبوا عليهم شوفوا لمسوا معانات حتى الموظفين غيروا من الفكرة القديمة عن المدير والموظف خلوا الجماعة حسنهم جزء من الشركة خلوا خلوا الإنتاجية وتصير قطار قطار ما يوقف إلى أن وصلنا أنا اليوم أكلمك بكل ثقة بكل فخر موثقة بس شركة تسلمك وطنية هذه الشركة اللي في البلد الصغير كانت أولى في شغلات كثيرة ما تتصورها في منطقة مثل شنو مثلا أول من دخل نظام الدجيتل في الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا كانت الكويت شنو كان قبل الدجيتل يعني قبل الدجيتل بكرة بكرة 35 لغاية 2007 يناير كانت سينما الشعب بعدين صارت بلينة أول سينما يدخل فيها الدجيتل في الشرق الأوسط وهذا كانت سبب الله يذكر بالخير كان يقول لي دائما عشان نتعلم الصنعة يجب أن نواكب الناس لازم نسافر ونعرف ونكذف فكان أنا مثل كعب داير أمشي من ديرة لديرة من مهجا للمهجا من سوق لي سوق إلى أن يوم وليام كنت في الهند وكان عندي شغلة في الهند وطيارة عقوب باتشرا باتشرا ما في طيارة للأسف فعندي صديق هندي هناك فقال خلنا نروح عازمك عليها مثل شالية يعني تعال نروح ونحن ندمش بالشارع ولا في سينما مرين عليها جد أنا وقتها بالسينما كون ولا غير اللي في حصل في مايفيد ولا حصل في آآ آآ متخصص في المعدات كنت أسمع عن ديجيتل 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 فقال كانت مهرجان مهرجان من ما بين كان سوق الفيلم كنت اشتغل في فلان ايه اريد ادش في هذا الموضوع بس اخلص فكرة ديجيتل عشان ديجيتل مختصر شدين مرين من شراء صاحب يا سينجي قال لي هذه سينما فيها ستة شاشة كنت يغول لكم آشو لاحقا صحيح سوفق يوجد 4 شاشات ديجيتل كان ايضا السياريات الوصح لاحقا انت حructures يعني ما في بكا وقال لها مرة أرجع ارجع. لا خلقوا ارجع. رجعنا. دخلت كان في القاعة فوق. ولا بوجيكتر. ما في بكرا. شغال الوضوح ما حصل وصوت ما حصل. وما في القطعات هذي. لا لا ما في لي فوقنا هذي قبل فيه مثل سوانى. سنسميه من الصواني كنافة. هذا هو صواني كنافة ينحطون بزوايا قرارة في العرض لبكرة تدخل في المكينة تذهب إلى الصينية وتلف نفسها. فتشيل الصينية وتردها مرة ثانية بعد بداية الفيلم. كل الصينية نصف فيلم. هذا نتخيل شو الوضع لا يجب أن يسير فوق. فيوم شفتها قلت لسانجي أريدك تساعدني في النانا أريد أن أركب سينما عندي في الكويت. قال لي بس أنت ما عندك مفلام. يعني أركب لك يا طب وين الفيلم؟ قلت لك لا أركب أتعلم. هذا يا المستقبل يا المستقبل. كلمت بلحظة تكلمت أبو مرزوق أبدو هذا المرزوق وكتا. أقول أبو مرزوق أنا شفت كذا 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 كذا. وأرجوك أنا أبي موافقتك النقيب سينما واحدة. كان تكلفتها ولا تكلفتها كذا. قال لي وها في غريل لاتقوهد. دائم كان في هذا الموضوع. أجيل. قال لي أنا صديقي وهو واحد من المخترعين. اسمه سينثل كومار. أنا راح أكلمك. كان يوم أحد كلمة. قال تعالوا أنا راح لكم المكتب. تعرف تعالوا لي يوم صديقك سينثل. وقلت حكي سينثل لنا الكلام وقلت لعنا أبي كذا كذا كذا. قال لي خلاص. سأعمل لك واحدة. وبعد أن أعطيك تريلر مثل ما عندنا هنا. وكان عندنا لاب. عشان تتعلم شون تصير فيها. يومها ركبناها في 2007 وانكتب على المكينة أول مكينة في الشرق الأوسط في سينما الشعب. موجودة المكينة. المكينة طبعا ما تجد الموجودة لها موجودة المكينة. لقيا نفسها استخدمتها حق أول. موجودة لها موجودة. وعليها علامة اللي ركبها يعني الفني اللي يركب كتب عليها. كان نذكرها في فبراير أو يناير 2007. 2007. بعدها صار في شهر ستة. لا مستة شهر ثلاثة شهر ثلاثة أظن في مستردام كان في سينما كون المهرجان الأوروبي وكان وقتها الإعلان عن آآ فيلم آآ آآ شونا ننسى ما ننسى هذا ما المفوضة آآ آآ راح يذكرها الحين وهو جدا مشروح جدا مشروح بس أنا ذاكرتي نهاية صايرة. لا لاذ شى الله عليك ذاكرتك جيد إياها الله لا لا بس بالفيلم слишком صحيح. حسين��ها معنا الحين فشوفت في فيلم قوة. لا layeringker'ة حافية. فقاسية نفسه شverse. بسها تحديدا اللي كان يتحول لشخصيات خيالية آآ آآ قولي 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 ها طلع. يتحولون لشغل شخصيات خيالية مع الزرع أفاتر 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 كان مخج أفاتر كان موجود في الفيلم وكان صار لعشر سنوات من بعد تايتانيك ما سوى فيلم كان ينتظر أن التكنولوجيا تصل إلى شيء معين عشان يقدر خلص فيلمه وكان يحث كل مهجان هذا يشاكم فيه معظم شركات العرض السينمائي في العالم فكان يقول يا جماعة الفيلم هذا لن يعمل إلا ديجيتل ما حين أنت ديجيتل في العالم قال وأنا أحثكم أن تتحولون إلى الديجيتل مع أنه باع أكثر وباع وايدا هذا الحجي قبل أربع خمسة شهور قبل لا ينزل الفيلم وقال هل يعقل أن دولة مثل الكويت أسمع عنها هو ما يعرفنا ولا شيء هل في أحد من الكويت؟ أنا لا أظن أنه في أحد من الكويت أنا أرفع أيدي أنا أظن أني على المسرح أهي أسلام واستشد فيه أن هذه الدولة الصغيرة الموجودة في الشرق الأوسط مركبة قاعة وعونت لي من الحين يا أوروبي ما أحد يركب فكان وكتب عنا بجلات سكرينز و هوليوود و هوليوود كان كتب عنا أنه حصل كذا ونقالوا عنه كذا ديجيتل عندك أنت آي ماكس أول آي ماكس ديجيتل لكن قبل 70 ملي كان عند المركز العلمي لكن كديجيتل إحنا أول ناس ركبنا عندك أنت الكولينج سنتر مالنا نحن الوحيدين في العالم كان شركة سينما عندها كولينج سنتر يرد عليك يتحجز و يخلص مش عكلك في شركات في بنوك في شركات صالات لكن شركة سينما ما تلقى كان إلى يومك هذا تحدينا صعب أنك شركات سينما أنك تحصل مثل كولينج سنتر وخدمة عمياء العملاء عندنا في شركة سينما لما تسافر أنت تقارن السينما تتراك في السينما بالكويت في آي بي نحن أول ناس في الخليج قاعة اي بي ما كان قبلنا أحد فدايما أنتم عندكم هاله عاجزة كما تصرون نحن ما لا يريد أي شخص يقول أن يعني اليوم أنك مدون يعني على سينما اليوم شهلة موجود من عندنا أبئي آي ماكس موجود أابئي أكس عندنا أابئي أدولبي عندنا الخبرات أابئي أابأ دور بيتها بروحة صعبة يعني نزيل تابي 4DX عندك VIP عندك تابي يعني كل الخبرة موجودة عملية موجودة عندنا مو بس عشان ينقال عنه شديد لنحن نحاول نواكب صحيح اننا شركة صغيرة نسبيا ما عليك حصل العالم لكننا ما ينقصنا شيء وعملان يستهلون عندك عملاء يونيك انت الكويتيين والمقيمين في الكويت ناس مواكدين يخوفونك مرات يعني لما يقترحوا الاختراحات تأخذها خصبا عليك وم كيفك تأخذها بجد صارع الكرسي اللي كان فيه لما تدش كانت تذكرين ميرا فيه كراسي كان يحطون أول ما تدش السينما تشيء ألوان حق الأطفال يقدون عليها وبس انترفعهم شوية ما تذكرينهم عادة تكرهم الكراسي اللي ينحطنه فوق الكرسي اي 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 سمونهم في الشركة اختفوا لا اختفوا فعلا صح بس فيه لا ما زال في بعض الأفلام في الأطفال في بعض القاعات ما زال موجودة رحيم تتكلم أنا عن كوالا شركة كوالا 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 انسان لان شركة كوالا اوكي فانت تسافر تروح هنا أنا بعرف احنا بيديش في موضوع سفراتك روحتك رداتك حين موضوع السينما فهمنا الجزئية السينما الحين بنتكلم عن اللي هي شركة العالمية لتوزيع لتوزيع الأفلام هذه شركة تشتري وتوزيع أفلام متى داشت فيها وشلون داشت فيها لانه هذا يقصل بالموضوع موضوع التفاوض تمام بس قبلها قبلها خلص بس جزئية بسيطة بس موضوع السينما اليوم انت مو بس انك انت تحضر فيلم وكرسي اليوم قد تكلم عن المجهود او الرؤية اللي عندنا في شركة السينما الكواتي وطنية طبعا يزاهل لخير الأخمة محمد جاسم مرزوق رئيس المجموعة التمدين والأخ عبدوهاو المرزوق انه في نقطة في زاوية خلونا نؤمن فيها اللي هو اليوم اللي الناس انتبهت لها لان قلت لك اليوم عندك التصميم انت اليوم انا قدر اسوي لك اليوم الانترنيشنل ستاندر ربع مليون على ربع مليون دولار تكلفة القاعة انت بتسوي قاعة سينما بامريكا تكلفة ربع مليون مع اللوبي زي ثلاثة اضعاف التكلفة في زنماتنا في الكويت في الكويت لانا كنت انت تريد تخلي الناس تدخل من يوم ما تاخد تذكرتها الى ان تدخل فيلمها الى ان تطلع كل شيء يونيك الديكور جميل سهل التصاميم اه احنا نصرف مبالغ على بيوت التصاميم التصاميم العالمية بشيء مهول ليش لانا نعتقد ان هذا هذا هو الاستثمار ونحاول نواكم نحاول نطوع في بعض الاماكن اللي ما طورناها بعد يالها بالطريج وفي بعضهم لا التطوير فيها من الغلط ان نطورها لانا وصلت للمت مالها لكن تعال شوف تصاميمنا في ثري سكستي تعال شوف في الابينيوز تعال شوف في الكويت ما شاء الله وزين باستثمار رفو فهد شون وزين تعلمت استثمار 20 سنة ما شاء الله وصلت لا ما اوصل حقا لما اقصول لا ما اصل اكلمك ان عندنا في موضوع ان السلم يجب ان تكون اكبر من فيلم مو بس فيلم الجو العام الجو العام سمعتها تعتقد لحين الفترة مهددة لسنما كثير انا سمعتها بعد كورونا موضوع البلاتفورمز ونرح تأثر على السلم وكذا يظل في شي واحد يظل في موفي ان دينار أو دينار وموفي انت بتطلع ويا اهلك تطلع ويا زوجتك هذا تابت حظر فيلم تابت حظر فيلم الالكسميريوز لكن انوح السينما ابي اغير ابي الجو ابي الباب كون والفهم تانا انت هددت السينما اكثر من مرة يعني تاريخيا حصل 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 لكن تهديد هالمرة كبير لان كنت قتت تكلم ان اللي يهددك هالمرة يمنع عنك الكهرب والماء بمعنى ما ينزل عندك فلا ما ينزل عند غيره من غير ما اتكار اسماء واحد من البلاتفورمز يشتري الفيلم بمبالغ مهولة عشان لا ينزل بالسينما عشان الناس تفطر انها تشترك معا هل ممكن تسوي سينما هذا شيء جانبي هل ممكن تسوي سينما في البيت يعني انا اشترك معاكم انتو ك ك صعب اليوم احنا كنا قبل ايام 35 ملي كان عندنا سينما نيك للبيت انا مقزي انا قد نركب جهاز دجت انا انا كنا قبل عندنا بورتبل 35 ملي كان من امتع مشاريع سويناها في شركة سينما احنا سوينا احنا يبنا مكين 35 ملي وسماعات ويجي سوينا جمع رحنا الشاليهات رحنا مزارع ويجي ونحط لكن اليوم الدجتل تحتاج الى لايسن اذا انت بتحطها بالبيت لا يوجد مشكلة يعطونك لايسن الفيلم اللي بتيبة سيطلع عليك اضعاف من انا نايبة كالسعر لان البيت غير او المكان الخاص غير فانت شوال لمحديك تعال عندي معزز مكرر او اعطيك اي خاعة تامر من 23 كرسي الى 4500 600 كرسي بلا ليا يعني لكن دجتل صعب الموضوع عشان خايفين من البيرسي تمام احن شون داشتين في موضوع الشركة العالمية العالمية كانت فكرة الاخ عبدالهال المرزوق رئيس داتشيك سينما فجأت الفكرة بان وقتها كان المفاوضات مع الموردي الموردي الافلام كانت صعبة فترة من فترات كانت منافسة صعبة ومريرة وكان في تهديد بان ايقاف الافلام علينا لانا احنا كنا نطالب بانا يكون في شروط معينة في البيع وشروط معينة في شراء ومهالامور كان يحاولون يصعبون علينا كان في ناس ايام هذيك الايام كان مسيطرين على السوق شراء الافلام في الشرق الاوسط فما كان في حل الا ان بمرزوق اسس لنا شركة الشركة العالمية توزيع الفلام هذي الشركة هي سبسيدري من شركة السينما الكويتية الوطنية يكون احدى منتجاتها مثل ما كان سينسكيب احدى منتجاتها فسينسكيب هي العرض السيديد السينماي فالتوزيع السينماي هي الاف دي عفى دي فالاف دي ووظيفتها هي انها تشتري افلام من اسواق الافلام وتعرضها امه كأنها سببـداير على شركة سينما وغيب شركة سينما قمت اشتروا بي حق الكل فصارت جنريتاً فصرنا في البدايات حصلنا صعوبات جداً من منافسة الغير يعني رغية شريفة خلت الكلام بصراحة بالبدايات شو نقصد؟ يعني ضرب تحت الحزام الناس يعني مؤامرات عادي انت قاعد تدخل انت قاعد تحطي ايدك في عشد الدبابير اذا ما يقولون فلا تلسع شوية لكن جماعتك عجبونك العجبونك العجبونك يعني اللهم لك الحمد ربنا يعني الله اعطانا يعني مهارات يعني نشكر ربنا عليها اللي حصل يعني ان تستخدم شخصيتك وتستخدم ملاتك المالية وتستخدم تاريخك وتستخدم ايضاً موضوع جديد ايه ما في غش مرة لانه تدفعه يدفع اكثر الممنونك تطلع من السوق ويا ما ترى في وايد مجالات في السوق ممنونك تتخلها انا يهمني هالشيء ليش؟ لانا فيه ناس اليوم تريد ديش اسواق وهذا اللفرج اللي قاعد تكلم عنه اللي هو مصدر القوة انت ما كان عندك لفرج انت شخصي ديش على السوق ما عندك اي نوع من الخبرة انت تريد تشتري افلام وفيه ناس حولك وصار لهم فترة بالسوق ما عندك مشكلة يدفعون اكثر ويضايقونك انت الحين كشخصية في موقع اضعف او كشخص عفوا في موقع اضعف قاعد تحاوط تتفاوض على شيء وانتك تدش فيه بعد التوكل على الله وهل الامور هذه الدينية اللي احنا نعتقد انها الواعد هم لازم يأخذها بعين الاعتبار الجزء الثاني الحين العملي شو تسوي بداية الموضوع انت ما عندك النهار وهذه مصيبتك هذا عدوك لأول احنا اضطرنا لشي نسوي بالبداية اقلت لك بذكر اسم الاخ مرزوق عبدالرهاب وايد لان لها الفضل واحد ما ينكره لكن اول نشجع ان اخذ قصة اثقاتك وروح سافر روح تعلم وروح شوف اشي قاعد يصير فارحنا اول مره رحت كان سنة الفين وخمسة واش يسوي طيب وصلت اللي يسمع كان عبالة بس مهرجان سينمائي لا 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 ترى الناس تشوفهم المهرجان يتعرف ان الناس غير مهرجاننا يجبون الريد كاربت احنا تحت الريد كاربت في سرداب في سرداب تحت الريد كاربت هذي السرداب هذا هو شفت لما يكون ملعب وفي بوث مثل ما الدراريع مثل ما هذا شفتوا بالضبط نفسه عليه اسم شركات كل بوث شركة وكل شركة في عندها فلام تبيعها ناهيق على المكاتب الخارجية اللي يبرج بالكروازيت في كل واحد اتجر لمكتب كذا فأنا وتيم ما اللي يذكر بالخير كان الأخسام يسبيته يذكرها التقاعد وكان من القدام الموظفين معنا بيدارة البرامج وغيرها وما زالت الاختغالي حياة ناء المدير العام حاليا عندنا في الشركة السينما الآن ترقت وكذا والأخ الله يذكر بالخير كان علي العقاب أيامها كان ويانا قبل لا يستغيل وينتغل لشركة أخرى هذولا كان تيم نحنا نروح مع بعض طيب وصلنا واش نزوي وصلنا طيب وبعدين عدل وين نروح نحن عارفين فقمنا شنزوي نتبهشة وين ندخل السوق وشركة شركة هذلك تشوفنا الشركات هذه أساسا ما حدي التفت لها بعد يوح لها بغاية وقت ما نعرف فروح نروح إلى أن نوصلنا إلى أن بدينا إلى أن شوي شوي أي مهرجان تروحوا له مو بس أول مهرجان نحن أول مهرجان استفدنا منه أي مهرجان قاعد تروحوا له هو عندك أنت مهرجان الرئيسية وهو عندك الآتي هذا هو بالضبط نرى البوتس وكل واحدة شركة بروح المهرجانات عندك الأساسية هو برلين وكان وافم في نيويور في لوس انجلس وفي تورنتو هؤلاء الأربعة المهمين سنوياً هؤلاء سوق الفيلم إنما المهرجانات الثانية مثلاً مهرجان فينس مهرجان سندانس مهرجان مهرجات العربية مهرجات العربية لها طبيعة خاصة أشرح لك بعدين لكن هذه المهرجانات أنا كموزع كموزع نحن كشركة توزيع ما تهمنا لأنه يخص الفيلم صناع الفيلم ما يخصني أنا كموزع إنما ذلك يهمني لأن هذا سوق فلم أشتري فلان منها فلما رحنا أول سنة كان تعلمنا إنه سالفة جديد طريقة الشراء جديد عقود كذلك حصل كنا وقتا بعدين عرفنا الأسعار صح كنا يباع لنا الأرقام مثلاً أذكر كان فيه فيلم اسمه The Clown هذا أول درس في حياتي أخذت في التوزيع The Clown نعرض علينا من موزع الشغل الوسط بعشرين ألف دولار إلى الكويت فقط سينما أوكي تمام حلو قال لنا أول إن الاتفاقل ليش عشرين ألف لأنه أنا يقول هو إنه شاري بستين ألف فإحنا كاكويت نصيبنا منه الثلث بشكل توزيع المنطقة موزع فأنا قلت لنا شاري بستين هذي عشرين ماذا كرون أخذنا الفلان؟ لبرحنا كان بالصدفة دخلنا على الشركة اللي هم سوي The Clown هم سوي The Clown 2 دخلنا على الشركة وشوفنا البوستر قلت لنا إيه هذا فيلم جي قلها قلت لنا إيه إحنا شارينا منه حق المنطقة قال إيه أوكي قلنا على قال عندي فلان ثانية بس أنا منتظر فلان اللي هو زبون القديم ني إذا ما أنا أتصل فيكم أوكي ونتهى الموضوع بعد يومين تدق لشان يقول إذا تبعون فلان من توفره أوكي شان يقول هذا ما يبيد فع أرقام عدلة يعني ذاك الزبون القديم فإحنا لازم ندفع لأن قلت لك سألك سواء إحنا على هام الشي هذا الكلام بشان باعت انت؟ تقول لها باعتها بعشرين يعني أنا باع لي بعشرين تلفزيون وسينما باعني فقط سينما ولكويت فقط عشرين يعني طلع أغاسماني من الكويت الباجئة يعني طلع ملايين وغري كم سنة صار على الحال؟ سنين لو ما رحنا ما قتشفنا كان أنت قاعد تشري كان قاعد تشري ولا ديش سالفة حصل إن شاركنا ناس وما زالوا شركان إلى اليوم عندهم النوهاو وكان محتاجين وإحنا كنا محتاجين نتعلم فبذل لا تعلم أنا بعشر سنين تعلمت بسنتين أو خمسة سنوات بشراكتنا معهم وما زلنا مستمرين عادة الشراكة باستبرة وكبرنا وصلنا اليوم واحدة من كبر شركات التوزيع بنون أي مبالغة اليوم آيف دي مع شركاتها أحد أكبر موزعين للفيلم في الشرق الأوسط الآيف دي صارت تخصصها الآن في الفلام العربية ومع شركانها في الفلام الأجنبية وصارت خلق أنا أحب سنينها أحب سنينها أمبراطورية صغيرة بالتوزيع لأنه كانت من من منبوذة من كل المجتمع من صفرها؟ من منبوذة حتى أقل من الصفر لأنه أنت تحارب من المنافسين كذا كنت منبوذ إلى الحين مرغومين أن يتعاملوا بس شون قدرت تشق؟ أنت شوي شوي اليوم تشتري اليوم تحارب اليوم تخسر اليوم تخسر معارك لكن الحرب ما زالت موجودة إلى أن وصلنا لمرحلة خلاص ما يقدروا هم يطاحوا لأنه فيه شغلة فيه نفس فيه شغلة مهمة إحنا ما لجأنا إلى أسلوب منافسين أسلوب منافسين الأولد سكول رفع السعر إحنا ما سوينا إحنا نفس طويل إحنا نروح للناس نقول لهم إحنا أحسن من غيرنا إحنا سوفيستيكيتد إحنا عمارتنا صغيرة اللي قد تعال معهم شياب فمستقبلك معي أحسن إحنا نعطيك سعرك العادل لأنه وراك استمرارية لكن إذا ما أعطيك سعر عادل أخسر أطلع منك سوف أدورك وغيري لكن أنا هدفع لك وهذه وايد مهمة أنا دائما أقول دولارنا إحنا ككويت دولارنا أقوى من أي دولار يقول لك شلون؟ أقول لك دولار ما يندفع بسرعة أنا ما ألوع شاب دليل جدامي فالما تدفع بسرعة في سوق المال في سوق الأعمال لما تدفع بسرعة وحتى قبل أن تدفع الناس كلها تشتغل معك الأجل قم بلها موقوتها حق أي أحد لأن اليوم أنت تضعف من ملاعات المالية تضعف مقوة شراعة أنا أعطيه كاش فاليوم نشتهرنا في السوق منظفاتنا في الدفع كويتيين نشتغل معهم بالدفع لكن تبني سمعة نفس الوقت بالضبط تبني سمعة واليوم أقول لك اليوم اللهم أقول لك الحمد بطريقة صغيرة بطريقة صغيرة لكن قدرنا نوصل حق اللي احنا فيه بدون بادينجور بدون أن نسوي حرب أسعار رفع أسعار متى متى بلشتها؟ متى بلشتها أولا؟ بلشنا بألفين وخمسة ألفين وستة أول زيارة ألفين وستة استثناها وبداينا فأنت كنت تشتري الفيلم كنت تبيع على كين سي سي؟ كنت تشتري الفيلم تخيل بالبدايات كنت تشتري الفيلم حق منتقد شغل وصد كلها محد يردى يأخذ مني يرفضون السينمات السينمات يرفضون مني يرفضونها؟ لأنه في حرب عليهم يقولون لهم إذا أخذتوا مننا ما أعطيكم فلامنا يقولون أسفين من قد أخذ فيلمكم ما أعطي المشكلة لا تأخذ بس أنا ما أخذ بسعر جيد فأنا ما أخسر ضلينا على الحال ثالثة عبر خمس سنين أي فيلم اللي داش؟ لا 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 فيه فيلم اللي اخترق؟ فيه حصل فيلم نته كان فيه شركة نيولاين نيولاين من الكبر الشركات الاندبندس اللي هي مارت وورنر فقدرنا نحن أخذها من المنافس والأفلام هذه فلام قوية ما فيها كلام أنت كنت تكلمة وورنر وورنر بلوترز يتابع وورنر بلوترز الحين صارت وورنر خلص نيولاين صارت وورنر هي تملكها وورنر أي فيلم يطلع من وورنر؟ رشاوة كان فيلم رشاوة أخذني رشاوة مين يأخذ رشاوة؟ يكليا قسمي عليك تشغل فيلم رشاوة أكيد فهن هي اختراقة حصل لما صار عندنا برودكتس قوي شادي يقولون لنا تطرين أخذ الفيلم بتاخذ فيلم وقعوا إياي إنك تاخذ غيره هو فيلم واحد ولا ما بيعطيك فيلم سلام عليك ما بيعطيك الفيلم تقول لا بستخزوا أنا بخزوا تشكوا أنا أشتكيت لك هو ذبح معها الكلمة أنا ما أشتكيتك لما أشتكي لك قل لي ما أبقى ساعدك عدل أنا ما عندي شرطي بسيطة أبي أشترل معك هل أنت متأخذ بالمي؟ يعني هل أنت متأخذ تشترل معي؟ ليش تأخذ مصلحتي وقدد مصلحتي؟ في البدايات وبعضهم ترع على الفكرة ما يبيه هو بس هو مضطر لأنهم مهدد وهني تم الاختراق توسع 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 الموضوع إلى أن انتهت مبورطرة غيرنا وانشأت مبورطرة جديدة في السوق التوزيع اليوم كان السوق التوزيع كان سيطرة الجنسية قبل لم يكن كان خليجي واحد خليجي واحد قطر وعقال مافي اليوم الله عملك الحمد لافي فالحين بديش في موضوع التفاوضات أكثر حي تأخذ الفلام بعين تتفاوض مع شخص أنك تشتري منه بعين تتفاوض مع شركة مع شركة عشان تشتري منهم بعين تتفاوض مع شركة ثانية لم أتفاضل مع شركات ثانية. آآ آآ سينمات. وليس سينمات? هاو قبل التفاوض. نحن لا يوجد تفاوض. احنا موضوع صار آآ آآ خلاص. وقلنا لك آآ 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 يعني صار موقع قدم. مواطق قدم في السوق. يعني خلاص واحد من الموزعين احنا. فاليوم آآ الطريقة الاتاتية التي تحصل أنه اليوم إيميل. يرح لكل السينمات آآ آآ فيها الفيلم. هذي يا جماعة نحن ننزل بفلان الفيلم فلان. اول يعني يقول لنا. صارت أسهل المسألة. جدا. فأغلب من السنمات. حسب حسابنا بعدد نسخة نسختين ثلاث أربعة لحسب الفيلم حوالتها. شو نقصدك نسخة نسختين. يعني حق سينمات ولا نسخة. يعني كل سينمات تحتاج نسخة. لا هو نسخة واحدة حق كل السينمات ممكن. لكن عشان تسهيل. مثلا خلنا نفوضي بالسعودية. يقول كان برياض أبي نسخة. وأبي في جدة في نسخة. وأبي في الشرقية نسخة. عضي ثلاث نسخة. عدل عدل. أبي مدن ثاني فليش أخذ نفس النسخة سفرها هني ويني. ايه بس شكل هالنسخة يعني اوكي فهمت. إذا كانت دولة كبيرة يعني في اسمنا الواحد يعني الكويت مثلا حتى الكويت. الكويت يعني بيح سينمات نحن نحتاج أربع نسخة معنا نقدر نسخة واحدة شغلها كلها. لكن ليش تأبني أنا كعب داير مع مناديبي. انت تعب. ما يكلف شيء ديجيتل. يعني ديجيتل كبير التلفون. نزيل. واي راتها معه. يعني ماكو شيء عدلة. ما يكلف. ما يكلف شيء. يفهم. بس انت حنت طلع. أقصد تأخذها تحطها في السينما يسوي داونلود السينما. بضبط. 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 ولا مكان مركزي يدز حق السينما. الآن في مركزي. الآن يتطور الديجيتل. عدل. ففي مركزي. في قبل كان يدزون نسخة. الآن ما في داعي نسخة. اليوم أنا عندي مثلا لاب في دبي. عن طريق النت سرعة سرعة قوية جدا ناخذ من وزاة موساط استنائي. ينزل الفيلم عندي. ونأخذها على طول من ناخذ الروماتيغي لنا وديها وزاة العلام. تمام بس المفاوضات الأولى للحين موجودة اللي هي مع الشركة. هذي وقت لما نحن بنشتغل لي صالحنا. للحين ايه؟ نحن موزعي. ايه طبعا. إذا اروع طبعا هذه المفاوضات اليوم للأسف الشديد ان احنا لما نتفاوض مع الجانب أسهل واد من نتفاوض مع أشقالنا العرب. بس لك شو الفرق بين الجانب لجنبي آآ عملي عملي جدا آآ ويميل إلى الثقة أكثر يعني يثغ في كلامك آآ ما يبدي الكذب ما يبدي انك تتشذب عليه. يحسن الظن فيك. آآ فيسهل الأمر وبدين وانس انه مرة انت آآ تشذبت او ان انت خفضلنا فيك لا يمكن تعيد الثغر وياه. فانت تحاول قد يمكنك تكون على قد المسؤولية هذه اللي اعطاك اياها. طبعا ما اقولك انا هم ملائكة عادل عادل. لا فيهم ناس شيء عظيم. لكن احنا نتكلم على مستوانا ان احنا سمنا بالسوق يجب ان يكون نظيف. احنا يا جماعة الخير فيلمكم فلان احنا العلاقات الشخصية ما تتوقع كثير اهميتها. اكبر من الفلوس. شون؟ يعني في شركات اليوم طبعا الاندبندنس تختلف عن ميجر ستيديو. خلاص في لها وكيل وانتال موضوع مثل آآ شركة سيارات لها وكيلها وتيب لك سيارة. لكن في آآ آآ الاندبندنس يقول لك انا مثلا آآ 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 ما يطمع يعني مئة بالمئة. حتى لا يطمع. ليس بصالح يطمع. لان اشدره السنة الياء راح يكون هذا موجود. وشدره ان السنة الياء راح يوفي معها. وطريقة الولد سكول وهذا اللي نجحنا. انه قابل يدفع لأكثر. خذاء وضيعنا. هي السنة اللي بعدها سكويزهم. لا انا مقفت اياك توقفوا يا معود. راح على المزبون. فتعلموا لجانب هذا الموضوع. فصار لما نقعد العلاقة الشخصية وايد مهمة. احنا تربطنا صداقات مع الشركات. اكثر منها بيع وشراء. لها نعرفونا ونعرفونا بربعنا ونطلعوا اياهم تغدى ونتعشوا معاهم. وفلان وشخبارك وشمسوي. لما نسافر نشوفهم ونلتقي معاهم. صار فيه علاقة شخصية. شلي اثر فيهم في العلاقات الشخصية في. خنقول المجتمع العربي شو هي نعرفها يعني. فقه. فقه. حتى المستشفى المستوى العربي في ناكس. على المستوى العربي تعزم عشاء تروح لتوجبه مش عارف ايش اهمة شلن اشياء اللي تقوي علاقة. لا لا العزائم اخرهم. انت تدخل عنده وتطلع زين دا حصلت ماي عنده. عنده. عنده اصدق صديق لك من الجانب لانه عملي. عنده موعد وراك. ايه. يبقى يخلص الريال. زينه وبعدين لا تنسى ان المفاوضات بادية قبل المخرجان. شلون؟ بالايميل. بالايميل دازلك هو الافلام اللي عنده. دازلك السكريبت دازلك التريلرز دازلك الافكار. فانت جاهز. يعني كنت دازلك ايميل وقال له تشين الاسكن برايس فانت قد تتكلم على هذا الاساس فاتيه تتمم عشان توقع وتمشي. او انك تفاوض على الخفيف. بس ما في فاوضات هوشة. ايه واقع. الا ما في هكذا. خصونا على الجانب يعني. اوكي عادة نقعد نعطيهم دائما نحصل جديد. نعطيهم فكرة عن السوق ش صار خلال السنة الماضي الموسم الماضي من اخر مرة شفناه. ليش تقول لهم جديد. بلا عشان بريكن ايس. هذي في في قبل 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 الاجتماع. ايه قبل الاجتماع. الاجتماع عندك عش دقايق. عش دقايق ايه. ايه فعندك ثلاثة اربع دقايق انك تعطيه الوضع عشان هو يعرفي هو هو يهمني جاي يصير في المنطقة. فتخلص من هذا الموضوع بعد ان تيتكلم يقول لك ان عندي فلان وعندي علان. هل فيلم سوى زين. هل فيلم ما سوى زين. هل فيلم كذا هل فيلم كذا. بعدان نشوف التريلر اذا كان عندهم توفر او ناخذ منها سكريبت نقررهم اذا كان متوفر. شون تخذ سكريبت الفيلم نفسك. ايه. لا لا اكثر من الناس. اكثر من الناس. اه مرات يكون الفيلم جاهز. جاهز. يعطيك نسخة. يعطيك نسخة كاملة. شوفها بس ما تبع لي طبعا. واتر مارك حط لكي ياها. عشان لا يعني عنها. ويتخفيك يعطيك ياها تشوفها يعني. فانت تختار. اغلب الوقات هذه هي. عادي عادي فيلم ما يعجبك ما بيه؟ اوه وايد وايد بس انت اغلب الوقات في حق الشركات اللي معتمدتك خلاص بينك بينها علاقة وكذا تاخذ الليستة كاملة عشان لا تحرجها والاسعار على الفكرة الاسعار تكون انطقية ما تكون مبالغ فيها فانت حتى لو فيلم تعتقد ان راح يخسر تركب على فيلم كبير واضح ان راح يروح فهي جزء من باكج؟ ويدري فهو عشايلها لك عدل وجدنا متفاهمين بهذا الموضوع مشكلتنا في العرب لا ووضع مختلف جدا ما فيه سيستم او شي ما فيه سيستم ما فيه سيستم العلاقة مرهونة بالمصلحة شنو مدى مصلحة اياك؟ هو علاقة اياك موضوع الصداقات هذي ما فيه اسمها صداقات لا لا انا اليوم ممت دولار زيادة يبيعك مو كلهم بس الاغلبية اه انا تربطني مثلا في احد الدول العربية تربطني علاقة مع السوق كلها ما في حد ما يعرفنا ولا نعرفه كلنا وهذا لكن وشرينا منهم وهذا لكن عادي يعني وما لومة مرأة تلومة ومرأة ما تلومة يقول لك انا ولدا فعلي هذا الدبل ما اقول لها حالك بالعافية طيب خسر هذا بلما دفع لك دبل خسر انت شو اللي منسكنا اخوة خسر انت المفروض تستانس ان يربح تفعت بونون مفروض يكون منون يعني اليوم انا سكسوال اليوم انت تشتعل الفيلم شير في الميجور ستيديوز يابلك فيلم بعتمان التذكرة بثل دانيو ونص شملة لها ديناو سرمية وخفسين خمسين ملينة صح عدل شماناتها معتدنا ففتي ففتي صح اه ما يقبل ما يبيه يصير ففتي ففتي ما يصير يبيه يوثيبانين انت بثلا ما يصير ما يمشي موضوع مربوط بالطمع السالفة على فكرة هو ممكن يكون راضي على مثلا خلنا نقول فيلم بمئة ثلاث دولار هو راضي على بمئة ثلاث دولار بس ثبعي قعدتي ثلاثة ايام عزيمة غدا عش وقت وقت وقتasti وقتقرق وسوى وفعل ميتية خمسين و 1000 طيب انت واحد امية Panchحة الشطاعة ونقف صاحبين انا اللازم يعني احصل كذها ما اقدر طيب بس انت اش ثلاثة وقتا عددنا انا وصلت لمرحلة من مراحل عنه احنا وصلنا للشركة عندنا ان مانا بير نشتغل معك وعندها فلام خلاص عددها ولا يعمل اكمال كل يوم مانا بير نشتغل معك ليش بعد نشتغل؟ ليش يتحب؟ انا مو مولود عشان اه طوبليزيو يعني صح. اه اه روح اجرب قادي مش مشكلة. انا ما بيشتغل معك. انا ما بيشتغل معك. اه خلاص يعني الشغل معك صح متعب. صح. طيب انا شو لي بتدوي له? فيلم كبيني غصب طيب. انا بالكويت. خصب علي كبيني فيلمك. بدل اكون انا موزع. خلني عارض. ايو صح. مش مشكلة. ايو صح. فانا اه ليش تعبني. اه يا انك تشتغل معي. اي انك ما تشتغل معي. ويا انك تشتغل معي بما يرضي الله بمنطق اه معقول في اسعار معقولة يا لأ. مشكلتك وينها? ليش ما الومه مرات المنتجين? ما الومه لانه لما يكنيو كاميرا على السوق. الموزع يديد. اول شي يفكر فيه اللي هو بطريقة المعتادة. ارفع السعر. لما يرفع السعر. شيصير? دافع ثلاثمائة 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 ثلاثمائة. ما تلومها. ما تلومها. طيب ليش تفع ثلاثمائة ثلاثمائة لانه ما احنا لا يعرف. بس يبي بسرعة يبيدخل السوق. ما فيهم صبر الجماعة. سنتين ثلاث سلم عليك ويمشي. وكل قروض عليك. سنتين ثل ايه. انا دائما اقول. احنا دائما ناخد باكسيت. من يطلقين هالناس. احنا ناخد باكسيت. اه ننطر. ليه ما الاخ يفلسني. ليه ما يخق. ايه. وصارت جدامنا وايد خلال هالسنين هذي كلها اللي احنا فيها. وجد دام عين نشفناه وما زال تحصل. وقعد حصل. من ايك يدفع 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 ينطق ينطق ينطق. احنا ننطر. ايك المنتجة معود تكفى تعالو هذا. ايه. انت بلشتم شبه من الصفر يعني. وكنت بتتعلم شوف بالعربي ما كنا من الصفر. كنا احنا قبل احنا نيكا الادارة جديدة. امو قاسدي كانت شركة الاسستوها. لا ايف دي هي كانت تكملة لمسيرة شركة السينما. بس كانت بس كان ما كانت موجودة. تم تأسيسها بل 2007. ايه. تم تأسيسها. بس احنا كانت مسيرة شركة السينما لان لما نبي شركة سينما لما نجعل شركة سينما تتخصص في العرض السينمائي. عدل. وانا السبسدلي هذي تخصص في التوزيع. ايه صح. وكانت جاعة تأثر عليكم فكرة التوزيع. ان كانوا قيد يبيعون عليكم أسعار غالية. مو بس الأسعار الغالية انه كنا خايفين ان ينقطع علينا الافلام. احنا وصلنا لمرحلة انه عندنا مثلا في السنة ثلاثين فيلم. صحيح صغار. لكن احنا نقدر نعيش فيهم. يعني تحط الثلاثين هذولا زائد في افلام الميجور سيديوز زائد افلام العربي. ما لابد افلامك يخلين كبار ملوتك. علها ما نزلت. لما هم ما اكتشفوا ان احنا وصلنا لهذه الملاءة من الافلام تحدلوا. عدل احنا شنو اهم مهارة لما ديش انت اي مفاوضة تبتلت في التفاوض مع اي احد. شنو اهم مهارة. انت لا تدخلوا ما عندك سلاح. هذي اول نصيح لك. سلاحك دائما في مجال الاعمال هو الفلوس. انت يجب تشتري لحسك لديك فلوس. ما عندك فلوس لا تي. هذي واحد. انا قصد فلوس انه عندك ملاءة مالية. ولازم تحدد انت سقف مالكوين. انت داخل انك داخل في اه مزاد. لما توصل مثلا انت اه اله اله الالصحن هذا يسواله اه اه امية دينار. بدت المزايدة من عشرين دينار. بدت خبس وعشرين ثلاثين اربع. لما توصل ام يوخر. خلاص. اعرف بنت توقف. اعرف بنت توقف. وما تاخذك العزة بالأثم. ما تاخذك العزة ها؟ عادي ها؟ عاديين. بالاخير انت مؤتمل على فلوس ناس. هذي ما هي فلوس هشام الغانم. هذي فلوس شاك اقل مساهم قبل اكبر مساهم عندي. اجل. وهذا اللي اعلمونا اللي هي اخوان الملاك. انه خلوا بين عينكم صغار المساهمين قبل احنا اه جدامكم. هذا اللي قاعد في البيت ومعنده سهم. هذا من ابي يحافظ على مصالحه. من اللي مأمني على مصالحه. مو مأمني انا. انا مقد اخذ راتب من هالشركة اللي قاعد. فانا يجب ان اتعامل ان هاذي شركتي مالتي ملكي فلوسي. هاي الطريقة اللي انا اقدر ان اشتغرب على هذا الاساس. وهذه الثقة اللي انا اشكر كل اه الملاك واشكر كل المساهمين ان اقولونها لنا. انا وزملائي في الشركة. انه نكون. فلازم نعرف السقف اللي نوقف عنده. اذا عرفت السقف توقف عنده ما فيها اه ما فيها غرور ما فيها كسر شوكة. نعم. انت انت مو قاعد تشتري شيء لك انت قاعد تشتري شيء لشركتك. يا انه يكون مربح يا بلع. وانا اه يعني اقولك يا هاليوم بعد هالسنين هذي كلها. اللهم لك الحمد لما تشوف اه تاريخنا في الشغر وكذا. انا اعتقد ان احنا كنا رب ويوفقنا. انه ما كان عندنا هفوات كبيرة. ما عندنا كان خسائر كبيرة. في موضوع شغر الافلام. كذلك بالعاكس كان عندنا. هذا ليش هي يدلك انه كنا قرارنا اه متأني. ما في كبر. ما في غرور. ما في اه على حسب امكانياتنا. لما اقولك المناخذ باكسيت. المتفوض مناخذ باكسيت. احنا يوم من الايام كنا نشكل امية بالمية من سوق الفيلم العربي. ما حد يقدر اشتري ويانا. سوق الفيلم العربي كل امية بالمية. افلام شونا تطلع لنا. اليوم اليوم يوم نقع كلمة ليه. احنا عشرة واقل بالمية. ليش؟ 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 ويتوكباكسيت. لان اللي يحصل الان اه اعتقد ان اه اسعار غير منطقية. وسبب طبعا اه افتتاح السوق السعودي. اذا افتتاح السوق السعودي ارتفعت الاسعار بشكل فلكي. فأنت ما تقول ان هذا غلط. انا ما اقول ان هذا خلط الاقلام. لكن اقول خلنا انطر شو معايل دي. خلنا انطر ادرس السوق. خل غيري بدام انه غيري اه اه. جريء الغرار فيها. لا اذا كان غيري. اه مستعد انه يجرب خليجرب ليش يجرب فيني. فخدنا باكسيت وكان نشوف. ندرس السوق سعودي ندرس السوق الخليجي على بعضها. اليوم الاماراتي كان السوق الاول. اليوم الاماراتي اه مو هي السوق الاول. صارت السوق الثاني احنا كنا السوق الثالث. عدل. عرفت? طيب يحتاج انه طيب يتلك كورونا كورونا هذي بوز من اي دراسة كانت. ماذا كانت تدرس انت السوق في كورونا. صح. طيب رجعت بيوم واحد. صح. رجعت على شكل متسلسل وتدريجي ورقامها. وسكرت فترة وردت افتحت. اي اي حقبة تدرس. فيحتاج وقت. فاليوم قلنا احنا 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 ما عندنا مشكلة. افلام الاجنبية شغالين. احنا قلت كلم على العربي. عدل. لكن افلام الاجنبية شغالين. ما عندنا مشاكل. انزين? وقعن نشتري وامور طيب وكذا. لكن بالفلم العربي احنا اشوف ارقام فلكية. اللي قلت تنحط. يمكن صح يمكن غلط. خلنا نتر. خلنا نشوف. متى الى متى يا هشام تسألني? اقولك انا اعتقدنا ان نهاية هالسنة. بعد نهاية هالسنة اعتقدنا احنا غير. اعتقدنا احنا برا ولا ممكن في العالم العربي. ممكن يصير في برو تكس تدخل في. شوف. شوف. اه طول فترة عملنا كموزعين. ما شفنا هذا الشيء. لكن الان اشوفها. الان اشوف في بعض المناطق. اه الشركات القومية يسمونها. الشركة المالكة الدولة تدخلون في شغل قطاع الخاص. يعني يشتري الفيلم لصالحه. طيب. شركات توزيع. قمت تنافسني. العقل يقول ان انافس دولة. ما يسير. اخذ باكسيت. لا تاخذ لك العزة. لا تاخذ لك باكسيت. ما في ما في عزة بالأثم في الأعمال. اللي يبي يفلس ويخسر تاخذ العزة بالأثم. هذا ما فيها. انت اليوم الكويتين طلعهم معروفين عن تجار وعجال الأعمال ومفاوضين وكذا. ما انجحوا بالعناد. انجحوا بالصبر. بالضبط. بالصبر وطوث البال وزاعة الصدر. زين انا ودي اتكلم شوية عن شخص في ذنت معامل كعالتتفاوض ويا بس تاب المنتج. اللي عنده بس اخوة الشخص مو مريح يا اخي مو بالعة. اي شو تسوي. شوية وشوية. وبنجالنا واي ضايد. يعني تفاوض ولا شنو شنو طريقتك انت. شوف انا ماني مغبي عليك. فترة من فترات يمكننا. في عز عزنا في النشاط وفي الحيوية وكذا. اتحمل. اه ليش? لان في مصلحة للشركة. اه وعند منتج تبيه. فتحمل قثاث. تتحمل فغل الدم. وصلنا لمرحلة اليوم. انه ما فينا صبر. ما احنا مثل اول. وفي غير وايد. يعني قزينا في غير اكبر روح اوبش. اي 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 صح. اه خصوصا اذا موضوع صار موضوع سعر. باضافة لنفسي ان انا شخصة يعني. يعني ملاقى وغالي. هذا اله هذا اله خصوصا في واحد عمري في وضعي احنا كشركة. ففي غيره. فاليوم اقول لك لا والله تحصل وايد انه في ناس اقسم لك فيصل اللي ندقون عليه يوميا. مو يوميا خيقول شهريا. وين كم او تعال. في الدول اللي نحن نتعامل معها يعني وهذا. اوصل لي من هناك ولا يكلمهم. ما اقدر. ما قد طيقهم. ما فيك طاقة حقهم خلاص. ما فيك طاقة لهم ولا فيني صبر لهم. وادري انه يتذب وادري انه يباله وادري انه يقص عليه وادري انه يبي مصلحته وادري. طيب لي ان شاء الله ملزمتي. ان شاء الله عدك ها. وعارف انه ستفعله برقم اللي هو يبيه. لكنه بالنسبة لك يسوي شوبينج. هو يبي رقم منك عشان يروح يقول حق المنافس. هشام اعطاني هالكثر. او السلم لكواتي اعطت هالكثر. فهمني. ليش اعطيه هالا الميزة يعني. صحيح. تخف. رجح نفس. بدأ منها فيه غير لطاف. عجيب. زين انا بنتكلم شوي عن الاخلاقيات اثناء التفاوض. او. او. اعطيك الحين سؤال اذا قاعد تفاوض مع شخص يديد على السوق. تدري انه يجهل في بعض الأمور. وخل افرض انه مثلا يقدر. مفروض انه يبيع الكهوة مثلا بمية. او الا الاول العكسة يعني تبيعها بمية. تقل تستقل جهله ان تبيع شوية اغلى وتبيع شوية. هناك ناس تقول لك والله هاي الضريبة هو يتفعها. شرايك. شوف انا اعتقد اني محظوظ وربي يعني علي ان انا انتميت لهذه المجموعة اللي تملك شركة السنوكرة غيظانية ناس تعرف الله وتعلمت منهم الكثير فيما يخص الضمير وما يخص المبادئ وما يخص ان تحترم اسمك وتحترم تاريخك واسم شريكتك واسم عائلتك هذه اليوم لو تفكيرنا ربحي بشكل مئة بالمئة بدون اي مجاملات اليوم كان ارباحنا اربعة ضعاف اللي تشوفها اليوم كثير من الفرص الاستمارية احنا فوتناها لانها غير اخلاقية مو بس غير اخلاقية غير شرعية اولا موضوع الشرح هذا وايد بالنسبة لنا هذا يعني انا عندي شغلة انا بني ادم انسى ومرات اخذ من حماس في شغلي بغيت انسانا اليوم معود فأطلع مثلا اروح حق رئيسي مثلا اروح حق ممرزوق اقول له ممرزوق عندي موضوع الفكرة الفلانية وكذا وكذا وهي مربحة انا ناسي بليس دقاي قاعد هو يطالعني بعدين يقول لك الموحدة قال لي تحطر ذمتك يعني ضميرك يقبلها انا كأن واحد ضاعبني كف اوف انا شوانا زيت الموضوع فعلا فيه شيء فيه شيء ما يجوز شرعا فيه شيء ما يجوز شرعا انا ناسي او يمكن بعقلي الباطل يبيني انسى انا مربح اعطي قبريك ما قدع انا اخشى ما انا اخشى على طول انت معاك حق ازاق الرحل قال لي اذا انت ضميرك يسمعلك يعني واحد يكلمك بالطريقة اتعلمك يسمعك بمجلس دارة او رئيس برؤوس يكلمه بالطريقة ما يتلقاه فخلاك دايما قبل تروح لا يتفك ما اليوم مرة بالطريقة اللي سيكلمك فيها او هو الابو جاسم محمد المخزوق وغيرا انا ما قادل المعهم من الفراغ لكن هذه دايدنهم هذه طريقتهم وزاهم الله خير اللي خلوها طريقتنا يعني انعكلت علينا اليوم تبيني اخدع بني ادم اي شرع ولا تبخصوا الناس اشياءهم اي شطه اثنين اكثر ناس ممكن ان نضحك عليها احنا لانه عندنا برودكس ممكن بي اي نضحك علينا طيب ليش اقبلها الناس ونقبلها نفسي انا ما ادعي ملائكية في الموضوع ولا ادعي لكن قدر احنا عباد خاطئ نقطر لكن قدر الامكان احاول عشان شذي احنا نسمعتنا في السوق مثل الذهب اليوم روح مصر روح الخليج كله حتنا لجانب اللي نتعامل معهم لما تهيب شركة سين الكويتر وطنية كلنا نحطيه داعلى رأسه لا يوم خدعنا لا يوم عندنا فلس دين على احد اللي يقول لك ان شركة سين الكويتر وطنية نطالبها مبلغ على طول عرف لك هذا وهذه الميزة للميزاتنا نعطي الناس حقها ونبين حقنا من الناس احنا نطالب الناس دولارك اغلى دولاري اغلى عندما نقولها دولاري اغلى لانه اسغع انت تطول بالدولاري لا تطول فيه عجيب من زين عيل اذا فيه صفقة ممرتح لها شخص جريك على التعامل بس ما فيه سبب واضح صار تاخذ بشعورك الداخلي حتى لو ما كان فيه سبب واضح شوف اعطيك شغلة صارت مرة ويانا اكبر من شديد مرة ومرة كان فيه جوين فنتشر واحدة من شركانا ويأتي لشركة كبرى في الميدليست في الشغل الوسط شركة من كبرى الشركات تابت اشتري شركة شريكنا وهذا فقط ان كنت الاسم بس انها جوين فنتشر هذا فقط ان يعديك مرحلة مرحلة في السوق وظلينا سنة كاملة مفاوضات ودراسات ويبناء ويابوا يعني شركة خارجية من نيويورك لتدرس ارقام الشركة هذه ولو يوم شعر بيش على قولتك مقبض قلبي مو مريحة لا السالفة كلها مو مريحة فانا ما قلت حق شركنا هالكلام بشكل يوم نتكلم مع بعض وتضح انه هو نفس الشعور عنده بس ما حد فينا نتكلم مع الثاني الى ان يا ادفع سبب في موضوع التفاوض فانا استخدمت هذا السبب التافي في اني افركش كل شيء فشفت شركنا يداي سبازي وياي مو مضايق شان نزيد عليه لما فركشنا الموضوع كله فنحن نرفضنا هذي ملايين هذي عشرات الملايين هم هتكلم عن عشرات الملايين بالدولارات مفروض انه على اخر ستيج لكن بالاخير اليوم هال الموضوع اكلم فيه قبل اربع سنوات اليوم احنا نقرر الصح وكشف الفين من مليان اننا احنا وخرنا عنهم شون لانه تضح انهم ما عندهم ادارة هم كبارة في السوق بس مو مجالنا ما عندهم اننا وهاو مالنا الشركات اللي اخذوها مثل شركتنا اللي بدال شركتنا هما لانا تدخلوا في الادارة وهما عندهم النوهاو اي اي انت يتني يا مييت تطلب لانا شركة ناجحة شو نديرها انت يا تخلينا نديرها او اني تعطيني فلوس يشكرنوا فما لا واطلع لا تعال اخذها تديرها اخذها بكبر بس لا تقولني اقعد فيها وانا صاحب قال لا يا اخوي لا لا بعد الثاني شي انا اليوم مثلا صاحب شركة فاتش تخلي موظف عندك عشان جابوا فينتش في ترى عندهم اه شركات كبيرة تنظر ان خلش تري وشغلة عندي صحيح هو يملك 49% ما يبيه 50 يبيك انه انت 49 تكون اقل منه هو 50.1 ما عنده مشكلة بالضبط بس انه هو هو صاحب قال والاخير وشلونك يعني الموظف عندك انا اي عدف ما يصير فمرات المفاوضات تكون غير منطقية هما يتقدون انه لما نبخب اول دفع ما يدفعلك كامل خل بالك هو يدفعلك اول مرة مثلا عشر عشرين في المية والباقي يبقصت على خمس سنوات يعني اخذ من تشيسة وعيدة ووائد ناس يقبلونها وخابلوا وغيرنا قبلوا وغيرنا بعد ان اخذ من تشيسة وعيدة اي بس هو شنو اللي يفكر اللي يطمع واللي ما عنده فيجين يقولك واحدة همشة خوش همشة باخلي خمسة عشر مليون طيب انت باقي عليك 40 على 40 من جيبك حط له من جيبك موضوع مباوضات الجويند فنتشر ترى جدا قاسية انا شفت حتى في مجالنا شو اللي شفت ملجوند فنتشر يعني شون قاسية شون المراحل اول شي اقصى شي اقصى شي هو ان كنت محتاج الجويند فنتشر اذا احتجت انت في وضع ضعيف وضع ضعيف لان كنت مضطر ان كنت تنازل ان انت محتاج جويند فنتشر انا ابي فلوس ابي على الاقل شوية اجزت لو سغير لا لا ابي فلوس أي فلوس ها؟ أقول لي مثلاً أعطيك أنا خمسة أو عشر مليون دولار دفع أولى بعدين أقصت لك فبالنسبة لي أنا عشر مليون يأتني اليوم اليوم هذا خياري متثير بس مونا الحين بعدين بس أنا بهذا نفكر لا يبالا أنا أسوأ ستين سبعين مليون إذا تعطينا عشر خلالهم لك ما بيبين أنا بني آدم بالأخير أنا كنتكلم حين بصفتي شريكنا مو أنا كهشام أو شركة سنكوني أدري فالجوينفنتشر مثلاً مع الشريكنا اللي تفكر مثلاً أو اللي نحن نشارك معه يقول له كان لا يبقى أنا مليون واحد يعيشني ملك طول السنة فأنا ما تجد عشر مالتك هذي صح فهني يبين أنه صار هني قوي لكن لو أنه يبي صار ضعيف صح فبدايتك بالأول إذا كنت باحتياج فالضعيف اثنين اللي ما عنده فجن وأهم ما في الموضوع هذي الناس اللي أنا اللي أنا اشتركت بها مثلاً شريكنا اللي أنا أقول لك عنه لا عنده فجن ما يتنازل عنها قيد الملة ما يتنازل عنها سانتي عنده فجن يسوي عندها ما تنازل عن رؤيتك ها أنا أنا ما هي شوف رخص الكاب كم مفاورة الفرق بيني وبين شريكنا أنه هذي شركته إنما أنا هني أمثل شركة أنا هني موظف في شركة ما هي شركتي لكن أنا لي راي مثل ما أعودون للجماعة أنه هذي كان شركتي لكن ما قدر أغامر بالأخير أنا مؤتمن ما قدر أغامر ولازم أرجح في كل قرار أخذه مع رئيسائي ومع جماعتي ما قدر أغامر لكن هني قدر أغامر شركته عدل سؤلوا بروحك كيف فترقاني مثلا أنا لما أنصحة وأكلمك أني أنا أقول له فأكون أكثر أريحية لأنه ما عنده مساهمين ما عنده أحد يرجع له فأقول له رايي لكن المفاوضات بالجوينفينتشر خصوصا في مجال التوزيع صحبة صحبة جدا لأن ليايك ما تذيشون هدفه من الجوينفينتشر لأي شي بالجوينفينتشر شركة كبرى بليونيا توضيح من البداية يقول لكم لي شابوا يشترونكم ولا يشترون معكم نحن نطور في المجال التوزيع لنكون لنا شركة توزيع كبيرة لأن نحن عندنا من ضمن أعمالنا سينمات نحن نكون لدينا توزيع وإنتاج يقول لك الكلام ماشي من هو اللي يمسك الفريغ اللي ينتهي لما يجوينفينتشر يبلي محاسب من شركة من شركة الأم مالتا ما يفقى شي في شغلنا ويبيعطيه راي ما يصير شرع الأفلام ما ينفع أن أنا آخر 17 موافق عشان تصرف لي فلوس شغلت في المليون لازم ندفع باتشور الدفعة لازم ندفع بعد ثلاثة شهر حسب العقد دفعة الثانية لازم نسوك هذول يبون أن مثل الدولة آآ برقاطية في ما ينفع حت في القرار شوني أشتري الأفلام ما أشتري الأفلام ما أريد أنت أنت شفاهمك اللي يبتل إياه هذا الحين تحطوا إياه شوني يفهم بالأفلام حتى ذوقك كشخص مو مواكم السوق ما حقه تم الجويند فينترز عادة تاني هو إذا تم هنا يصير مصدق وهنا مصدق هو يدي الشوم مع بعض هذا عند النوهاو هذا عند الفلوس هذا جويند فينتر هذا عند الفلوس وهذا عند النوهاو فهمني؟ والإدارة تسلم حق النوهاو المفروض أنت ليش يتنيمواني ناجح عشون طلعني من الدارة؟ تقول لا خليك في الدارة بس أنا رأي الأخير لي شونك؟ شون يعني شون؟ شون يعني شون؟ شون يعطيك أخر طيب أسلك سؤال بغض النظر أن أنت رأي الأخير لك طيب أنا أنا شريك في تسعر بعبليمية مثلاً مالي غاي؟ تسعر بعبليمية مالها غاي؟ عشان أنت تزايد عني بواحد؟ ما يصير صح هذا صح مو منطقي اليوم قانون الكويت اليوم صغار المساهمين لهم مقعد مجلسي دارة صغار المساهمين صغار المساهمين لها مقعد شون يعني ما فهمت الفكرة اليوم بسوق الهيئة السور والمال وكلا الشركات اللي شوفهم مساهمة كلها في الصغار المستثمرين لهم ممثل فأنا أقدر الحين كم مثلاً تشارب كين سي سي مثلاً إيه إذا يبتلك الثاني لكل صغار المستثمرين يور الشعق تضل تعصير رئيس إيه أراس في صغار عضو إيه لا يسمعوه التكبار فأنت تشوف مثل هالنوعية يعني وما يبيرايل لنا أنا قلع كلمك هذا بشكل كبير فالمفاوضات تيب البداية المفاوضات تيب الأساس أنت شون تكلمت معاهم شون طريقتك في التكلم أنت مهاود أنت خانع أنت كذا حمدي وين نحن رأسنا بأسهم الشخصيتك في التهاوب أنا مو محتاجك أنت اليأيني أنا مو طاق بابك أنت خطبتني وأنا موافقت لك أنا ميت ما قلت لك تعال خطبني أهمني مرات يضايقون ليش؟ الشركات الكبرى تشوفك التصغير بالسوق أنا شو يمأذين هو مليارية فأييك هذا هو يتوقع أنا مني يطلق لك الباب أنت بتشرع للبيبان يشوفك يا حطاس كبراسة فأنت بالنسبة لهم أذية خصوصا أنهم موظفين ما هم لك الشركة اللي يتفاوض معاك فعند 7000 مسؤولية مو أنتك شوية أذيب بفاوضات وكلام ودراسات وكذا يا عمي خلصنا نحن نبتي لا لا هذا سبب واضح بالنسبة لك أنا لا أريد فلوسك أنا أبي عشان أكبر أنت الهدف اختلفنا أنت تبي تزيد من نشاطك أنا أبي أكبر أنا لا أريد فلوس الفلوس موجودة لا أريد فلوس مسؤولتني أخذ لي بلك أعطني حل من الثنين أعطيني بلك مثلا تسوالي الشركة مثلا سبعين مليون أعطي سبعين مليون فما لا نمشي وأخذ الشركة بما حمل واشتغلك مستشار لمدة ثلاث سنوات ببلاش ما عندي مانا مثلا لكن أنت ما تبي تعطيني وتبي تدخل وتبي أوعدك من نفس البروفورمس لا طبعا ما أريدك من نفس البروفورمس طبعا لا طالبك من نفس البروفورمس أنك تزيد البروفورمس تزيد الأرباح سنوات شوان زيد ورأي لك بالله أنا قلت لك رأي وقلت لي لا طلع أنا غلط كلامك شو زوية فأذكرت حط أي شيء أنت بالعقد ها؟ مفتوح مفتوح طبعا أنت مفتوح لكن شركة لشركة اعتمد في المفاوضات الكبيرة تدش معك محامين ولا بروحك لا بالبدايات أنا ما دخلت أنا في المفاوضات مثل هذه إلا دخلت كمساعدة شركة لنا فائدة كبيرة أن تدخل أنك تدخل مثل هذه المفاوضات أو تشوفها فائدة كبيرة ما بعدها فائدة أنك تقعد مع الشركات تسمع عنهم وتشوف تقعد مع CFO ومالوتهم في اللغة الثانية تتكلم نزيل عندما تقعد معهم اليوم أنت أول اجتماع هو يقرر كل شيء أول اجتماع هو يقرر كل شيء أنت خانع أنت مخانع أنت عندك شخصية أنت ما عندك شخصية تقليهم يفرضوا رايهم ولا ما تخليهم ويحسبون لك حساب ولا ما تحسب يحسبون لك حساب أحرافت يعني آآ المضحك في الموضوع أننا نتكلم سنة كاملة قاعد نتكلمون مفاوضات هو بيننا وبين الجماعة بعد سنة نقول خلاص نحن من ضمن الشرط أن أنت يا فلان يعني شركنا وهشام آآ ثلاث سنوات ما تشتغلون في التوزيع آآ أحساس أنه يعني قلت لسؤال أنت الآن فلان ما يشتغل التوزيع أنت شركت شركت أنا شكوا سنة تفاوض ما دلني أنا يا مستشار يعني أنا عرف نفس أني مستشار ويا احنا مستشار ويا احنا شركاء بموضوع خارجي ما لا علاقة بالشركة اذا أنت ما تعرف المعلومة وش أنت ما يشاركك سنة كاملة ما تدلي أنا شنو أنت أنت بدمناعني أنا أشتغل وأنا ما لي شيء يعني أنت الفلوس منك له طيب أنا شلي صع ما علي شيء على أي أساس إذا اتخذت قرار في أي تفاوض سواء كان الموضوع كبير أو صغير نعم متى تتخذ القرار يعني فهم قصدي في مثل بشكل عام في أنت قاعد في تفاوض متى خلاص يعني مثلا خنافرض نقلنا هذه قيمتها 100 سوف ساكت معنا مرتين إذا جوين فنش أو ثلاث مرات إذا جوين فنش كل مرات تفشل نزيل وكل مرة نأخذ القرار قبل لا نوصل حق المرحلة النهائية أحساسنا الداخلي أنا ما يسوي الذي يبدأ يدي أعطيك شروطة فمن أنت تعرف شروطة أنها هبني أي شيء كلام وأن الآخر أنها مرح توصل حق حالتوا تخذ قرارك أن لا ما تطول ها أنت مسألة وقت رح تقول اوه إفا ما الله إحنا مرة شركة عالمية يسمونها سيلس كمباني يعني في أمريكا كانت أمريكية ومباععة على أطليان وبعدين شروها هنود وبعدين شروها صينيين شركة كبرى بالتوزيع أحساسنا نشترون أو يبون شركة أدبنا نقول لنا إحنا شركة من زمان من سنين يعني فنعتبرها كان شركتنا يبون نزلون جوين فانتشر معها لأن يبون شركة توزيع في الشرق الأوسط أم أنزين فطبعا أنت إنها الشركة بتشتريك أوه شيء عظيم شيء عظيم يوم تخلنا بالتفاوض خرابيط أمو خرابيط شغل سلق بيض تعال أخذها من هنا وتفعلها شوية وبعدين كل سنة ندفع من الأرباح وبعدين عرضها للبيع يبي أخذه يقلبها ويبيع ما يبيه ما يبيه يلا يلا طف طف كيف ترفضنا هذا؟ يقلبون حتى بهذه المشاريع عندما توقعت بالعقار والساعات عفو عليك لا بالعكس في أمريكا أكثر أكثر قلب في هذا هذا الشخص الذي كان يفاوضنا ثلاثة شركات مؤسسة وبايعها هذي يأسس وينجح ويبيع ويقعد سنة ويطلع ويقعد سنة ويطلع ويقعد سنة ويطلع طيب إصار مليوني عاقزة استراتيجية عاقزة استراتيجية عاقزة استراتيجية في بعض الأحيان تستثمر وقت في صفقة معينة ولا في شيء معين ويرفضون الصفقة شون ما تأخذ الموضوع بشكل شخصي نحن في النهاية كلنا عندنا مشاعر حصل مرة لكن حصل مرة ثلاثة أننا شارينا فيلم ووقعنا على الشراء والعقود خالصة وشاني سحب كلام وهو سحب كلام أنا لا أبيع لكم صراحة سيكون مسائر هذا مرة واحدة قاضينا وربحنا القضية لا ما قاضينا تحكيم حصل في غرفة صناعة السينية المصرية وكسبنا التحكيم وخذنا الفيلم غصبا عليه ومرة ثانية التحكيم يعني شيء بسرعة؟ ينزل الفيلم لا 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 نوقف الفيلم مرة ثانية قلنا ما عندنا مشكلة والذي شاري لا يمكن أن ينفف الذي يخذها مننا لدفاع أكثر مننا لا يمكن أن ينفف أرد لكم بعدين مرة ثانية أحب أن يرجع وليه يومك أكس وليه يومك يحاول فينا أن نرجع لا نرجع في الاجتماع نفسه ما تسكر الديل؟ أنا وياك اتفقنا ما تسكر هذا؟ ما تسكره؟ بالنسبة للعفلام؟ أي ايديل أنا معك في صفقة بيني وبينك؟ أتفقنا أفلام أفلام إذا جاءنا في السوق العالمي مثلا برلين أو للا للا أو 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 للا أنتجف أضع العقود لا تحتاج لك لانه معروف انت اشتيب منه تب من السعر وانسان حصلت على السعر المناسب لك شورت سهلة شورت شنو كم سنة شون الترجمة اللي انت تبتاخذ الرايتس شون الدبلاجة اللي تبتاخذ فيها من الرايتس نزيل وشنو الرايتس نفسها وهذا كلها تدفع لها حقوق والسعر حين شبت واحد تقريبا لا ما في سعر واحد على اي حساس تقييم حسب ايراداتك السابقة انت عند خبرتك انت هو يحط لك بداية بالافلام اول ما يحط لك الاسكن بريس وشي الاسكن بريس يحطه وانت عدت تتفاوض يقولك والله انا بي في 100 الف هذا تقول لا والله انا حدي في 20 اي انا وصل لها 40 30 اوكي وخلصنا ودنديل فالاسكن بريس دائما مبالغ فيه انفليتد ايه دائما اغلبها يس دائما اوكي الحين مثلا الفيلم فيه برات بيت يصير مثلا 100 الف يصير 200 الف هل يفرق هذا ولا فيه اشياء تأثر برات بيت ايضا مو بس برات بيت بيت ويش جينرا برات بيت لوف سوري ما بي لكن برات بيت اكشن ابي تفرق ها اوه تفرق وايد جاكشان صيني والجاكشان امريكي جاكشان امريكي ابي الصيني ما بي فهدني وايد وايد اليوم تقول لي نيكس كيج نيكس كيج ما يسوا عندي اليوم خمزاني خلاص ماكو شي ما يسوا عندي خمزاني اليوم قابل لا نكس كيج نكس كيج نجم شباك بس صدت فكرة نجم شباك طبعا طبعا من اليوم تذي متسيد اللي اقويل حين ده نزل اسمه ليناردو ليناردو بس لا لا مو كوميرشالي لا لحد الان يعني عندك ليمنيسن عندك فورد من القبس ان كان وما زالش بس طاح شوية بس ما زال هذا الام شو اسمه وايد مو بس جيمس بون طبعا جيمس بون ما زال بس صدق جيمس بون باند صدق جيمس بون في امريكا ما يسمو شي ما يبرادات جيمس بون في امريكا بس يب عندنا في شغل افسط السلام ايه لانا انجليزي باتمان ما عجبني الاخير وايد مو بس انت وايد ناس ما عجبها وايد ناس ما عجبها وايد ناس ما عجبها ما عجبني والله حاولت تعطي فرصة ما ما كان الحين اوكي تمام تراجع نفسك بعد الصفقة اذا يعني دايما دايما احب تضيديك عقل وكنت مسؤول انت اللي اخدت القرار فاليوم انت تعال شوفنا لما ينزل فيلم بالسينما مثلا تعال شوف الويوهنا كل يوم الصبح نقعد من النوم لما يتوصل تفتح اللي ايميالات وانا ما قبل ان نغسل ويوهنا نشوف كم اليراد بالبارحة شوف جديا صباح يوميا اشوف اليراد شو صار على الفيلم انا مسؤوليتي انا شاريت بها الرغم بعدما تشوف انت الكويت تشوف المدريس كلها ونورة في فريكا تشوف الدولة دولة يزولك تغريق اليوم الفيري وصل لك تقعد وتجمع الدقاء تجمع لما تقول لهذا ويهان شم هان شم هذا الحمد لله سكينا عصمالنا بعدين يضحك لي ومعزوك كان يعيلا مغرى مستانس شاري فيلم مليون دولار وكان يقول لي انا خائف من هذا المليون قلت لها ان شاء الله اتحاتي مش عارفش دخل المليون شارت خلال المكتب يبت المليون كان يقول لين زين قلت ليا بس ما على العقل يبتك عصمالك شو يقول لي لمحي خسانين شو رغسانين شو يقول ليش المليون انت يا ابنين ميحبا قرارت بالبنك هذا ما لا نسمح الكثر خلانا ان الحين حسبتي ثانية خلانا احط لازم احط هذا الواقع انت 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 صوريا طيب مصاريفك الشحن الترجمة الرقابة ال 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 كلها فلوس فانت شرعت الفيلم بس وين مصاريفه طيب المصاريف مصاريف ستوصل اكثر من 25 مليون مرات توصل مصاريف مية بالمية على الفيلم على الفيلم اننا في افلام مثلا نشترك ب25 مليون فمصاريف مصاريف 75 عالي اكثر من 75 يعني كل فيلم بسكر عليك بمية الف انت وو فيلم شاية ب25 معنا ب25 شو الفيلم الصدبة بالنسبة لك جاكبوت يعني ما توقع تفجر هاي كثر ارباح ولا خسائر ارباح وخسائر تقول لتنين ارباح ارباح خلانا اقول لك سر كان عندنا فيلم عربي فيلم عربي زين عادي شرينا بعشر روش على القوات المصير شرينا بعشر روش طلعنا قنين ونص شرينا بعشر هم خلاني نقول شرينا ثلاثين اف دولار طلعنا مليون ثلاثمئة وثلاثين اي حزبة اي شطارة اي رزق من ربك رزق من الله لا شطارة ولا رزق ولا رزق من ربك كان مليون ثلاثمئة صافي هذه ما 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 تحزب العزاب اي جيمس بوند اي 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 سبايدر ماني هذا شيء حزو هذي اي كم مرة صارت وياك ما تصارت ما تصير وايد فاهم صارت ومره فيلم ذابح نفسك عليه ودفعت فيه مليون ونص مليون وحي لله وصارت وياك بستر ربي انه رجعنا رسمالنا ومرت خسارة طفيفة بالدز بالدز وهذا اللي انت بتوقع انه هو اللي بيييب لكن توافي جيم رب العلي مرات ترى مول فيلم سيء هو اغلب الوقات اللي هذي يكون فيلم سيء لكن مرات مول فيلم سيء مرات الظروف نزلتتها الا بامتحانات نزلتها ولا فيلم ثاني قوي اجنبي ونتدت تحكمون بوقت متى ينزل الفيلم على حسب مرات اي مرات لا بمعنى اذا فيلم عربي انا مررون في مصر اذا فيلم عربي كبير لازم نزلها دي ان ديت مع مصر وما يصير انه قديم عشان خايف من البايروسي وتخاف منه ودفعال الناس والقديم وكذا اجنبي مرات ايجل ما عندي مشكلة خصوة الفيلم الصغيرة ما تفق مع الناس لكن العربي افضل انه ينزل دي ان ديت لكن الفيلم المتوسطة والصغيرة لو تتأجل شهر او اسبوعين او ثلاثة بعد ما سم يضر بعض المرات ينزل فيلم اشوفها النازل صار له سنة نازل يعني اخصد يعني مثلا فيلم نازل عشرين عشرين ما اسمه وهذا هو اللي يصور لي مثلا اقول لك هذي مرات يكون ظرف مثل الكورونا يا ان يا ان يعني سبب بيكون قاهر وترى القبل كان فيه وايت ايام اول بالألفين هذا ا comparative يكونون بح وان سنلقاي إحداث نحن وغيرنا نبيه لأنه نجح لكن عادة نحن الأفلام اللي يسويها ما لاهمية عندنا هنا نوادر فيلم تركي من هنا فيلم كوري من هنا نوادر أنا واحد من الناس اللي تشجع وائد الأرت هاوس أحب أن يكون عندنا الفلام لما يتفكرت ناتي ففتي فور جماعتنا يسويها وصارت من أنجح اللي هي السنما اللي تعرض أفلام كلاسيكية كلاسيكية و وأرت هاوس أكثر شو الأرت هاوس؟ فلام موجهة إلى المهاجنات اللي الذويقة يحبون يشوفونها ما هي أكشن ما هي لف ستوري فأنا سميها فلام المين لنا هي فلام اللي أنا أحب فهذه نجحت وانا ما توقعتنا بكوية تنجح بهذه الطريقة الأكسبرمينتل هذولي؟ وايد نجحت فلام الكلاسيكية المائية الكلاسيكية مليانة ما شاء الله هل حلت وقت فاذر؟ مثلا؟ أنا عرف واحد رحلة ثلاث مرات أنا رحت للمرة الرسالة قد ينزل كل مولد النبوي ينزل ويسوي زين طيب نزلنا بالكويت أول مرة ينزل كان ممنوع قبل نزلنا مرة ثانية يه الملت القاح هذا يعني هذا يعني هذا يعطيك العكاس على مستوى الثغافي في البلد إنه في ناس لا ذويقة صح وهذه وين نستر عجيب ممكن شيء تجاري عجيب احنا أول من نفتح موضوع مهرجانات الأوروبية مع السفارات مهرجان ليالي الأفلام الفرنسية ليالي الأفلام الإيطالية الأفلام الألمانية احنا أول من نبدأها علاقتنا وثيقة بالسفارات ممكن بعد كرونة شوي خفت الناس كلها لا هات الشيء لكن إن شاء الله نرجع لها ماذا عندنا مهرجان سليماري بفهد؟ أنا عندي رأي في هذا الموضوع ورأي قديم وأرد أكرر لك المرة أول شيء ما الهدف من المهرجان؟ الهدف من المهرجان شنو؟ الهدف يا أنه تشجيع صناعة الفيلم في البلد اللي أنت تفعل فينا شيء من المهرجان أو عندك سوق فيلم تبيع فيفا تتسوي مهرجان أو أنك تبيع تسوي براندينج وتسويق لبلدك عدل احنا أول شيء ما عندنا صناعة فيلم فنبي نصنع فيلم هذا واحد فأنت اليوم تسوي لي مهرجان من عندك بودكت تبتيب أفلام من بره كنت مرحبا نسوي لك مهرجان عندك خليوا عم بره يسوي مهرجان عندك في ظل الرقابة القاسية اللي كانت تحصل من وزارة الإعلام اليوم في الكويت شيء طبيعي ما ينجح أي مهرجان لأن أي فيلم تتيبه يقصونه ما في أحد يشارك ما في مهرجان يقص ما فيه ما يقبل لك الفيلميكر ما يقبل أنك تشيل منه ما يشاهده وكذا إلا إذا كان سفير أو كذا كذا ممكن يتجاوز لكن أغلبهم ما يشارك في أفلام ما يبقى أفلام ترقى يبقى أفلام بسيطة من المنطقة اللي ما عليهم أفلام عالمية أو أفلام جيدة ما حدي حتى لو بتيب أنت أفلام مثل الحين أفلام نملك حقوق الأجنبية شارك مهرجانات شارك مهرجانات شارك مهرجانات بأشر أفلام مهرجان القاهرة نعطي لقونة نعطي دبي أيام هكذا نعطي ابو ظبي أيام هكذا نعطي الدوح هكذا نعطي المغرب هكذا نعطي ويعني عندنا أفلام جيدة لكن هذا الفيلم لو بيبا ما يغضون في بعض المشاهد حين ما نقبلها بعض هذه واحد اثنين من غير دعم حكومي مباشر واضح ومادي ما كون مهرجان ينجح اليوم هذي فلوس مصرف أنا أعرف الدولة خليجية كانت من سبع إلى عشر مليون يكلف المهرجان ما هو لعبة لكن يطلعون أضعاف الرقم هذا من السياحة مكينة ثقافية طبعا نحن نضع الثقافة بالنسبة لهم شوبينج فستفل لأنه يجب ناس تي والبز اللي يسوي والإعلام اللي يسوي والغيت كاربت كله كله اليوم أنت ما عندك هذا اليوم يعني شايف اللي حصل الوضع السياسي في الكويت مكاتين مشروع أكبر ها والظل ميزانية الله يعلم فيها وعلى فكرة الكلمة أنا كنت أقولها من الزمان أن جماعة الخير انسوا موضوع المهرجان المهرجان اليوم أنا أعتقد أن سيسوي إساءة اللي اسمعت الكويت لأنه ما رح يتسوي بالطريقة الصح لا عندنا النوهاو أنت اليوم عشان تسوي مهرجان حالفكرة المهرجان مو سهل أنت قد تتكلم عن لجان تنظيمية تخرع أنا شفتها في دبي وبوظبي كتشاركت من أول مهرجان تكلفة بس حينما يرفع الكل يرجعون الآن لو شايف أنت بس تنظيمهم لو شايف أنت مهرجاني خرعك دولة لجنة الضيافة لجنة المواصلات لجنة تختيار الأفلام لجنة الفنية لجنة الأمنية لجنة مش وكل واحد اللي ماسك زلم كل واحد مالي مركزة لماسكين وأجانب وإماراتيين وناس من داخل البلد وبرى البلد ناس هل لجنة إدارية أو لجنة حكام بس عندنا ماشي أنت بتيب ضيوف من بره من بيطلعهم فييز من بيستقبلهم في المطار من الشركة اللي بتيب وتوصلهم من بيرافقهم سالفة طويلة عريضة لجنة العلاقات لجنة العلاقات الضيوف شيء كبير عظيم ما عندنا إياها لكن هل إحنا ملزومين أو هل إحنا مطلوب مننا نسويها لا مو مطلوب لأنا ما عندك بوردكس المفروض الخطوة الأولى هي تحصل أن الدولة تتبنى أن نحنا نبي يكون عندنا صناعة فيلم فتروح تحط فند هالفند مسؤول من الناس يفهمون في الكوميرشال سينما ليس السينما لا يعني سينما طرائعية ومش عارفة أبي فلوس أبي أن هذه مثلا مصر عندهم غرفة صناعة السينما المصرية غرفة يعني مؤمنين أن هذه الصناعة أو هذه المهنة هي صناعة تدخل إرادة للبلد صح طيب أنت تسوي نفس الشيء اليوم هنا في إرادات كدش لك؟ في دوحة في المنستتوت بعد في دوحة أيضا نفس الشيء بس أنا أقول لك أن الهدف أن كنت تطلع جيل من الكويتيين أنا عارف الدول الخليجية ادفعت غداقت بعشرات الملايين ما طلعت منهم الأثنين ثلاثة بس 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 أثنين ثلاثة طلعوا من شعبهم والباجي فمالله كل الفلوس كانت تصرف على أفلام خربيط من يساق لأنه أسكين أجانب ما عندهم إيمان في الرسالة التي تبهها الدولة اليوم أنا بالكويت أقول لك لا يا ابن الحلا لا تسوي المهرجان سوي المهرجان بعد خمس سنوات لكن الآن سوي لي حط لي فند محترم وطلب أن أنا بخمس سبع ثمان عشر عفلام بالسنة يكون هؤلاء كوميرشيلي ناجحين صحيح كوميرشيلي بس ما يكون كوميديا خابطة ولا سيناريو ضعيف ولا تمثيل أعيب عليك وأعيب عليك أنا نبي كوميديا موقف نبي كوميديا راقية نبي دراما راقية أنا نبي كذا أنت توجه الناس إلى الذوق صحيح في ذوق عام لكن في مرات أنت إذا تفرض الكوالية المالك على الناس إذا أنت ناس تحترم ما الذي قدمت يوم بس يا بحر فيلم دراما سودة من الحزن والسوء لكن اليوم علامة عايقونة في تاريخ الكويت ليس فقط في السينما بالتاريخ الثقافي في الكويت صح أعدل اليوم لا يتسوي ما سيشوفه لكن لو مستمر هذا الوضع كان الحين وين أقول لك لو مستمر لو الدعم نديك الأيام إلى اليوم كل يوم نتكلم شيء ثاني حصلت على هذا الشيء على هذا الدعم وسويت لك صناع فيلم ويبتلهم الناس يدربونهم ويدرسونهم ويدرسونهم أنستيوت وسويت وضبط هل سوى مهرجان لما ينجح ويب بردكس من الناس ثانية من بره خلي يتخلطون عشان تبادل الخبرات لا يقرح سوى لي مهرجان يعني ريد كاربت وفلاشات شفى استفيد الكويت مقعد تبراند هرت الف أنا أفكر السنة من السنين الله يذكر بالخير الشيخ الزين الصباح والشيخ ناصر المبارك وإحنا بأيام شركة السنة كانوا يتموا الفكرة بأن نسوي كويت رتريت كان نوع من المهرجان من أجمل وألطف المهرجان اللي أنا حضرتها وإحنا كنا رعاة فيها الشيخ الزين المكتبة من أجمل كانت خفيفة كانت الضيوف ممتازين كان يذكر الله يحمى مسابي غانم وكان يذكر خالد بن نجا وكان أمر واكد وكان موسيقى خالد حماد وكان خالد يوسف أظن ما نتأكد وفي فنانين يعني يو في فنانين فنانات من مصر يو وكان في منتهلط أنا قلت كلمة لطيفة يعني كان دم خفيف ثلاث أربعة أيام كان في وكشوب كان في ريد كابت يوم واحد عبد بعدها ما صار لأن الناس قلت تدفع من جوبها صار ما تقدر ما في مردود لو في دعم لو في دعم مثل هالأمسيات السنمائية أمسيات وليس مهرجانات اليوم تقول مهرجان نتفكرون بتصير خلاء أو ريد كاربت وسويريهات وفساتين مثل ما يحصل نحن نتكلم عن تخصصي اليوم قل يسوي المجلس البطن الثغاب في الأداب مهرجان يعني مهرجان مهرجان لأسف لأنه ليس مهرجان المهرجان تتكلمة كبيرة هل تسمي مهرجان؟ نسمي مهرجان سينمائية ممكن لكن مهرجان مهرجان لا أنا ضد أن يكون في مهرجان في الكويت طالما الوضع أعلى عليه اليوم أنا كنت أعضي لجنة مهرجان الكويت السينمائي كان يسوي مع المجلس البطن الثغاب قدمت صارتي مرتين من لجنتين لأن تتكلمني شيء يعني ضحك لما تقول لي ميزانية هالكذا ميزانية ما تكلم في تذاكر الطيران أنت لا تطوف مهرجان برا تقريبا الأربع مهرجان أربع مهرجانات ذائد لا ذائد هذا ما أقول لك هذا مهرجان الأفلام لكن أنا شارك في مهرجان القاهرة أشارك في مهرجان بي أيمها بوظبي الدوحة طبعا القلقونة هل مؤسسين هل مهرجانات ردسي اللي هو البحير الحمر بجدة مشاركين فيه لكن هذول مهرجانات نوعية يعني تشارك فيها أنت لازم تشارك فيها أنا أقصر لما تشوف هذا كله ويعرضون عليك ما نموك تقدم استيقاتك لا أقدم صدر لأن أنت أنت ما رح يحصل ل مهرجان مهرجان ما رح يحصل لك بالميزانية وفعلا ما أصار لو صاير ما أصار شكلنا أعرف لو صاير ميزانية مثل هذه ما تكفد ذاكر طيران ما بالك بالتلقلات ما بالك بالفنادق ما بالك بالضيافة ما بالك بالهدايا ما بالك في وضع مضحك الوضع السياسي في الكويت ما الذي نحن فيه صراح ما يشجع اليوم أن يصير مثل هذا ويخاف أي مسؤول ترى أن يسوي مثل هذا الموضوع بعد جين تقدونه أي والله أي في سياسة تعجيل الموضوع شوي أحسن حتى تحت الرقابة وهذا بالنهاية سياسي ممكن يستجربون اليوم وزير على أنا أعتقد أن الرقابة جزء كبير منها أن يعني خوفة بالنقد لا يجب أن يكون على فكرة تديني أنت لو أن يخلوني الرقابة ذاتية أنا أعتقد أن يشغلون عن هم نفسهم هم وأحنا نتحمل هم صح يعني إحنا لو يقولنا والله تشلون ما في رقابة عند الوزاعة الإعلام مقابعة عليكم عندكم أنتو رقابة ذاتية لكنها نص غلطة نسعب ترخيصكم أحنا ما يصري فينا سير ويت حذر حذر أكثر منهم أعرف وصير كريتة أكثر منهم وصير كريتة أكثر منهم وكذا لكن من يعطيك الصلاحية عند الدولة تسلمك إياها مستحيل صحبة أبو فهد أنا أعطيك الصلاح والعافية عافية وسلم مشكور وأنت المشكوري ما قصيتك وأنا ماذا كم وصلنا للوقت ساعتين يسامحوني أنا والله قرقت عليكم قرقت عليكم بالعكس بس والله ما أحسيتنا ساعتين بسرعة أطراف الوقت إياكم هذا أحلى شيء في الموضوع وإحنا بعد ما أحسنا مشكور أبو فهد أقدم شيء يستفيد من الناس أكيد ماشك ماشك حبيب وفهد مشكور شكرا شكرا